أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر بعنوان طفح الكيل يا محمد الفايد هذه الحلقة للرد على اللقاء الأخير لمحمد الفايد والذي لمع فيه الكفار وجلد فيه المسلمين عمم كل الأخلاق السيئة كل الأمور السيئة على المجتمعات الإسلامية وبالدرجة الأولى المجتمع المغربي الذي يعيش فيه بينما قدم الرجل الغربي أو الإنسان الغربي كأنه ملاك يمشي على الأرض لا يرتكب الأخطاء لا يرتكب المحرمات لا يفعل أي شيء وكذلك أيضا أثنى على توجهات المغامس بإنشاء مذهب فقهي جديد وسوف نناقش هذه الحلقة وأنا أول مرة في تاريخ هذه القناة أعرض حلقة كاملة لماذا أعرض حلقة كاملة وأرد على أهم النقاط فيها لأنني مش أقدر أرد على كل النقاط كلام كتير 48 ديئة لأن محمد الفايد دائما يقول يقصون المقاطع وينشرونها فأنا بقول له يا محمد الفايد أصمد هذه المرة سأرد على الحلقة من أول دقيقة إلى آخر دقيقة حتى لو جلست خمس ساعات كاملة أرد عليها 48 دي أخلي بالكم أنا لذلك هحاول أمرر كلام مش معنى أن فيه كلام عدى أنت شايف أنه أخطأ فيه أننا لازم أرد عليه فيه حاجات هعديها والحاجات المهمة سوف أعلق عليها وأبل ما أعلق على هذا الموضوع أيضا أريد أن أنبه الناس اللي بيشاهدوا محمد الفايد حقيقة أنتم تشعرون بالمازوخية يعني عندكم مازوخية أنتم عارفين المازوخية أننا واحد بيجلد شخص وهو بيحبه متلازمة ستوك هولم وممكن تكون قريبة منها كده يعني واحد مثلا بيشتمني وأنا بحبه يعني الرجل ليل ونهار نازل جلد بتكلم مين هو بيكلم مين بيكلم جمهور القناة ولا بيكلم عن نفسه ولا بيكلم عن مين في هذه الحلقة هتشوفوا كيف أن الرجل جعل المجتمعات الإسلامية كأنها مجتمعات ضائعة وأن المجتمعات الغربية تعيش في أحسن شيء وهكذا وهذا الكلام ينفر عن بلاد المسلمين أنا شخصيا لو أني سائح غربي أو حتى عربي وسمعت هذا الكلام من محمد الفايد كشخص مغربي أنا مستحيل أسافر إلى المغرب يعني يتكلم عن أشياء مقززة نعم في أشياء منها موجودة في المجتمعات وموجودة في المجتمعات الغربية ويعممها على جميع الناس يقول لك تخش الحمام لازم تدفع فلوس يعمم المسألة على جميع الناس بطريقة مقززة هتشوفوا هذا الكلام وحتى لا يعني تطول المقدمة نبدأ في تشغيل الفيديو زي ما قلت لكم الفيديو الآن من قناته قناته الرسمية على اليوتيوب وأنا سأشغل الفيديو دقيقة بدقيقة ونرد عليه اسمعوا معنا في النصف الأخير من شهر رمضان وسترون أنه قصير جدا قصير قصير رمضان قصير جدا طيب كويس أنه قصير جدا الحمد لله أننا نصوم أربعة أشهر يعني الآن عد نصيام عادي جدا دائما رجب شعبان رمضان شوال لا تنسوا هذه الأشهر يعني ممكن الناس يصوموا الذين يقدرون طبعا بصحة جيدة ويقدرون أو حتى الذين لديهم أمراض ويقدرون على الصيام طيب أنا سأرد على هذه النقطة التي ذكرها في بداية الفيديو مع أني هي مش أهم شيء عندي مسألة صيام أربعة أشهر متتالية يعني رجب شعبان رمضان شوال من أين لك بهذا الأمر يا محمد الفايد يعني هذا الكلام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولم يفعله الأنبياء سابقا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم ويوم أو يصوم الاثنين والخميس وهكذا وكان يصوم أيام محددة من الأشهر لا يوجد هذه الأرقام والنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة جاء ثلاثة يعني ثلاث أشخاص ذهبوا إليه وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها يعني لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكل ويشرب ويصلي وينام وينام ويكذا فقالوا قالوا ماذا قالوا فأحد الأشخاص قال أنا سأصوم الدهر ولا أفطر والتاني أنك أنا سأعتزل النساء والتاني أنا بيقولك أنا مش هتزوج نهائيا وهكذا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فأنت الآن يعني اخترعت سنة جديدة وهي أن الإنسان يصوم أربعة أشهر متتالية طيب الأمر الثاني والخطير جدا يقول لك اللي قادر يصوم يصوم واللي حتى المريض يصوم لو كان يقدر إزاي مريض ويقدر يصوم الذي أخبرنا أن المريض لا يستطيع الصيام من يجمعه من الذي أخبرنا بأن الشخص المريض يفطر ومن أعلم بالخلق من أي أحد الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذه الآيات نزلت من عند الله سبحانه وتعالى تخبرنا أن من كان يستطيع الصيام فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فليفطر رخصة أباحها الله سبحانه وتعالى الذي يعلم حقيقة النفوس البشرية وجاء الطب الآن الأطباء والعلماء الذين تؤمن بهم وقالوا أن المريض لا يصوم الإنسان الذي هو مثلا عنده مرض معين لا يصوم فتوافق كلام هؤلاء مع كلام القرآن لكن محمد الفايد لا 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 صوموا صوموا يا جماعة صوموا أربع شهور متتالية نكمل هذا وهذا الكلام خطير جدا لأنه ابتداع في الدين أول شيء ومزايدة على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يخافون من الصيام ما تأكله في النهار ستأكله في وجبة الفطور فقط ما تأكله في النهار لما لا تكون صائم ستأكله في وجبة الفطور لما تكون صائم وتكون مرتاح أكثر وتتخلص من هذا البحث عن الأكل في النهار طيب يعني يعني إيه المشكلة أننا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقتدي بك أنت لماذا أقتدي بك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفتر إيش المشكلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنه أنه صام شهرا كاملا غير شهر رمضان يعني معهم لا يوجد أي شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أشهر متتالية أيام معينة يوم ويوم إذا وجد شيئا في البيت أكل إذا لم يجد صامة صلى الله عليه وسلم صيام الأنبياء أيضا أخبرنا عنه لا يوجد بين هذه كلها إلا صيام شهر واحد وهو رمضان فمن أين لك بهذه الأشهر ما في مشكلة خلونا نكمل هنا أمور عجيبة لو الناس يستفيدوا منها علينا عموما فإن شاء الله تحية طيبة لكل إخواننا في البلدان الشرقية وكذلك جاليتنا في الخارج ودائما خارج الله فنحن الحمد لله بدأنا هذه هذه الأمة تستيقظ شيئا ما طيب الأمة هتستيقظ إزاي جماعة ركزوا في هذا الكلام هو الآن سيشير إشارات إلى الضلالي سعد الدين الهلالي وأحمد كريمة اللي عندنا في مصر الآن الذين يهرتقون ويصادمون نصوص القرآن وكذلك أيضا دعوة المغامس في السعودية لإنشاء مذهب جديد ركزوا في هذا الكلام لا نريد أن نبقى هكذا في ظلام وفي لا نريد أن نبقى هذه الأمة فالحمد لله هناك تحرك هناك تحرك قوة في مصر جزائر الله خيرا كان في السعودية كذلك بعض المشايخ في السعودية كذلك بدأوا الحمد لله كان حركة في المغرب هذا الكلام الذي قاله صحيح هناك حركة الآن حركة في مصر وفي المغرب وفي الجزائر وفي السعودية وفي كل مكان في العالم وفي تركيا صاب المشهور وغيره هذه الحركة تريد إسقاط الإسلام وهذه الحركة هدفها الأساس هو الحرب على الإسلام وكل هذا تحت دعوى العقل إنه إحنا يا جماعة هذه إحنا في عالم الرقمنة في عالم التقدم والتقنية خلاص نرمي هذه الكتب الإسلامية القديمة ونبدأ إحنا نعمل دين جديد دين إسلامي جديد يوافق هوا أمريكا توافق عليها أمريكا ويعجب الأمريكان والغرب هذا ما يريده الفايد ويريده هؤلاء المغامسي وغيرهم من جماعة التنوير فهو مبسوط جدا بالحركة اللي حصلت في مصر وتصريحات المغامسي في السعودية وحدش يقول لي من عرفت إزاي المغامسي ومن غيره مين اللي عمل ضجه في الأيام الماضية قلوا لي يعني قلوا لي مين التحركات اللي في السعودية واللي هيفهموا كمان الكلام اللي هيجده ركزوا بقى الذي سيفسر هذا الكلام هو ما سيقوله الفايد الآن ركزوا نتمنى إن شاء الله هذه الحركة يقودها المغرب إن شاء الله لماذا؟ وعلى الأقل ليكون الأمازيغ ممثالين يعني هذه الحركة فهي يفعل حركة عالمية دولية لماذا تدخل هذه الأمور وتحدث الفرقة بين الناس والأمازيغ المغرب فيه أمازيغ وفيه عراء ويعني مش عارف إيه دخل الموضوع ده بقضية الشيوخ هؤلاء أنا نفسي أفهم تريد إزكاء روح الفرقة بين الناس وفتح هذا الملف مش عارف ويجب أن نفهم الدين على حقيقته ولا نبقىها كدتائه لا نعرف من نصدق يعني الأمور يجب أن نحن في عصر رقمنا وعصر العلم يعني والحمد خير إن شاء الله كل شيء يجب أن يدرس طيب يعني إحنا عشان نفهم الدين نتبع من خلاص إحنا مش عارفين نصدق مين نصدقك أنت يا فايد هو يقول يجب أن نفهم الدين نصدق من نصدق الفايد ولا نصدق من أنت عاوز تخلي الناس يتركوا كل العلماء وكل المشايخ وكل الشخصيات أنت الوحيد في العالم الآن الذي لم يخلق غيرك أنت الوحيد لم يخلق غير محمد الفايد يفهم الإسلام على حقيقته مش عارف نحن لا نقصرح ولا نضلل الناس ولا نطعن ولا نكذب ولا إيش نحن نريد أن تفهم الأمور بوضوح أن نعبد الأصنام لا قطعن هل تسمعوا الآن ما هي هذه الأصنام يصف كتب التراث كتب السنة وكتب الحديث وكتب العلماء التي تعبوا فيها واجتهدوا فيها ونقلوا فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام العلماء شفوا هو هؤلاء هم الأصنام بالنسبة لمحمد الفايد لا قدسية إلا لله نعم نقدس الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا هناك قدسية للقرآن وللسنة النبوية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي من عند الله ونقدس الأنبياء أيضا هؤلاء أيضا لهم قدسية ولهم هالة لا يجوز المساس بهم مطلقا فكلمة القدسية لله نعم القدسية لله سبحانه وتعالى ولكن هناك أيضا مقدسات أخرى انتبه يا محمد الفايد لا تضحك على العقول الناس وكرر من أراد أن ينطح فلينطح يعني بيقولك من أراد فلينطح يعني يقبط راسه في الحيطة عندنا في مصر واللي عاوز ينطح راسه في الحيطة يعني كلام شوف الأسلوب السوقي اللي هو بيتكلم به لا قدسية إلا لله سبحانه وتعالى ولما قدت لكم رفايد هذا الناس بدأوا ينفخوا لا لازلنا إن شاء الله نحن نطلقنا وإن شاء الله نحن نتابتون ونعرف كيف نمشي والناس بدأوا يقرأوا نحن لا نطلب أي شيء أن يقرأ الناس طيب نقرأ إيه؟ يعني أنت تقول لا قدسية إلا لله سبحانه وتعالى والكتب والتراث هذه هنرميها طيب هنقرأ إيه؟ قلنا كذا كتب نقرأها يعني إيش نقرأ إحنا؟ البخاري مسلم هتقول لي والله فيهم مش عارف إيه إذا ما قلت فيها الآية السابقة تفسير ابن كثير والله هذا ما مش فهم شيء ما بيعرفش يفسر الأيما الأربعة فرقوا الأمة الإسلامية كما قلت أنت لمن نقرأ؟ نقرأ لك أنت؟ ادينا المنتجات بتاعتك ادينا تفسير الفايد فقه الفايد تمام؟ ودينا علوم العلوم الإسلام ادينا أعطينا أسماء كتب ولا نقرأ لمن؟ ولا أنت بتتضحك عن الناس وخلاص أنت عارفين يضحك عن الناس بيقولهم اقرأوا طب نقرأ إيه؟ يعني إيه اللي نقرأه؟ إذا كنت تشكك في البخاري ومسلم وتشكك أنه أصلا كتاب البخاري هذا موجود يقول لا يوجد إسناد لصحيح البخاري ولا يوجد مخطوطة ولا أي شيء يشكك الناس في هذه الكتب التي أجمع عليها العلماء ركزوا جماعة طالعوا على هذه الكتب التي كانوا يفزعونكم بها وخالعينكم بها طالعوا عليه وشوفوا ماذا فيها ماذا فيها؟ اطلعنا عليها ماذا فيها؟ قل لنا قل لنا حاجات محددة يا رجل كلام كله مبهم كله كلام عام يا جماعة كله كلام عام لا يوجد فيه تفصيل لا يوجد فيه نقطة معينة وده كل الفيديو هيكون كده فقط 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 ناس قارين عندهم إجازة وعندهم باتشلر وعندهم ماستر وعندهم دكتورة يا عباد الله الناس لماذا تستمعون لهؤلاء؟ لماذا تشاهدون عنوى الكاذب على الفيديو؟ طيب احنا مش هنستمع لهؤلاء قل لنا نقرأ إزاي ونقرأ لمين؟ وأفهم الناس ستفاوت يعني أنا دلوقتي ممكن أقرأ كتاب وفلان يقرأ كتاب نرجع لمن إذا اختلفنا؟ يعني فهمنا الفيد ملحد الفيد يطعن في الصحابة لماذا؟ هل عقولكم في أبطاطس؟ طيب أنت كلامك الآن كل كلامك في حلقاتك السابقة كلها شبهات ملاحدة يا محمد الفيد أنت في حلقاتك السابقة كلها أنت تردد شبهات الملاحدة أعداء الأمة الإسلامية وتطعن في البخاري وتطعن في الصحابة بيقول لك الفيد يطعن في الصحابة أيو أنت بتطعن في الصحابة وقبنا لك أكثر من دليل هذا دليل أهو اسمعوا هذا الدليل الربين الصحابة كلهم اتنكروا لي الصحابة بيتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة يا رسول الله اناها جنازة يهودي هكذا كان يتكلم الصحابة مستحيل مستحيل أبدا الصحابة يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم ينكرون عليه يقولك تنكروا للنبي يضربهم زروات على الرأس يعني ضربهم بالعصايا على رأس الصحابة رضي الله عنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتأدبون في حضرته الذين كانوا لا يتركون قطرة تنزل من وضوءه الشريف حتى يتلقفونها ولا نخام حتى ثم يأتي هذا الشخص ويقول الصحابة كانوا يقول يا رسول الله أليست نفس لا الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا منه هذا التصرف لأنهم يريدون أن يتعلموا ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا عليه كما قلت أنت يعني أليست نفس الشخص يحيد منهم ذاك التنطع والتشدد نقول لك عشان يحيد منهم ذاك التنطع والتشدد عشان يشيل منهم الصحابة كانوا متنطعين ومتشددين أليست هذه يسأل الصحابة أنا لو قلت لمحمد الفايد أنت متنطع ومتشدد هيزعل مني ولا هيفرح يعني أنا لما أقول على واحد أنت متنطع ومتشدد هو نفسه لا يقبل هذا الوصف على نفسه يعني لو قلت له أنت مميع أو فاسد أو أي شيء هيغضب فما بالك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تقول عنهم هذا هذا فهمك أنت بقى دي مشكلتنا مع الفايد أنه يريد أن يفهم نصوص القرآن والسنة بعقله هو ويكيف هذه النصوص كما يشاء مع أن الحديث عادي جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أليست نفسنا وخلاص وقلصت القضية أليست نفس؟ نعم واش نفسنا مش نفس إنسان خلقها الله عندي نفس خلقها تمشي عد الله ويحسبها ما تحسب لها جمتها طيب هذا الكلام أيضا تناقض كبير لمحمد الفايد لما أدخل هذا الكافر الذي مات على الكفر أدخله الجنة أيضا محمد الفايد طعن في الصحابة طعن في الصحابة اسمعوا هذا الكلام نصوروا لو كان الناس مثلا في شبه جزيرة العرب لو كان الناس أغنياء بالمستوى اللي هم عليه الآن يعني مال البطر والدهب لما نزل الوحي لو كان مثلا شبه جزيرة العرب فيها غينا مثل الغينا التي هو الآن تظنون كان الناس يخرجون للجهاد ويحبون الموت تظنون أنا لا أظن نعم أليس هذا اتهام صريح للصحابة بأنهم خرجوا من أجل الدنيا والعياذ بالله كأنهم يعني يقاتلون من أجل المال ومن أجل الثراء هذا ليس اتهام ولا أنت لازم تشتمل الصحابة أنت الناس اللي بيحبوا الفايد أو اللي بيقولك لا لم يطعن في الصحابة أنت عايز الفايد يطلع يشتم أبو بكر وعمر وعثمان ويقول عنه لا هو يعرض بهم يقول كلاما يفهم منه أن هؤلاء والعياذ بالله مرتزقة خرجوا للجهاد من أجل جمع الأموال لو كان عندهم فلوس ما خرجوا للجهاد هذا كلام المنافقين هذا الكلام قاله أهل النفاق والشقاق عندما كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينفرون ويثبتون المسلمين نعم هؤلاء كانوا موجودين في المدينة لا ننكر وجود المنافقين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء كانوا يحاولون بث الخوف والإرجاف اللي أنت بتعمله الآن يا محمد الفايد محمد الفايد يفعل ما يفعله المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإرجاف والتخويف والترهيب للناس للمسلمين ومدح أعداء الإسلام تفخيم قوة الغرب خلي بالكم دي أخلاق المنافقين تفخيم قوة العدو وإشعارك كأنك ضعيف وليس لك أي شيء أنت بلا قيمة هو ذا اللي هيعملوا في الحلقة هذه وفي الحلقات السابقة هتسمعوا فالناس لما يقولوا عنك بتطعن في الصحابة أيوة أنت بتطعن في الصحابة وهذا أهي وفي أدلة كثيرة 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 أما موضوع ملحد هذه يعني سبحان الله أنت تردد شبهات الملاحدة أنا لا أعرف أحد قال أن محمد الفايد ملحد أنا عمري ما قلت عنه أنه ملحد لكنه من أعداء الإسلام الآن هو متعاون مع أعداء الإسلام اسمعوا يا إخوان اسمع للشريط واسمع ماذا يقول فايد وارجع قرار وفقد طيب أنا هارجع أسمع كلامك وإنت بتقول شحرور أحسن من الجماعة دول وبتقول الكيالي وكذا وبتثني على هؤلاء الذين ينكرون آيات في القرآن الكريم ويؤولونها ويفسرونها تفسيرا بطنيا يبيحون الحرام الزنا وهكذا فأنا أعملي أقرأ إيه أعملي يعني أنا أروح أسمعك وبعدين أقرأ إيه إيه لأنه أقرأه عشان أفهمه جديد كلامك واضح ومفسر يا رجل كيف يكون حافظ كتاب الله ملحد كيف 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 يكون حافظ كتاب الله ملحد ممكن عادي جدا في ناس في ناس في ناس كانوا يحفظون القرآن ويحفظون كتب السنة وكفروا بالله ارتدوا عن الإسلام هذا طبيعي وحتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد الناس عن الإسلام ما هي المشكلة؟ موجود كيف يكون شخص صائم رمضان وصائم ربع شهر ويكون ملحد عادي جدا يعني رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول كان يصلي الفجر ويصلي الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منافقا سبحان الله فليس هذا مقياس يا محمد الفايد انت الناس بيتحكمك لأقوالك أقوالك هي أقوال الملاحدة أقوالك هي أقوال الزنادقة أعداء الأمة الإسلامية بس ببساطة شديدة سواء بأن تكونت ملحد جاهل ممكن عادي جدا وعلى فكرة في واحد من علماء المغرب قال أن لو تعاملت مع محمد الفايد أنه عاقل لكفرته فهو يقول أنه يقول عنه جاهل أنا لا أقول أنه جاهل رجل جاهل جمع كل شيء الجاهل والغباء والعمالة لأعداء الأمة الإسلامية وجمع كل المبيقات فيه يعني أنا لا أستطيع أن أقول فقط لو قلنا فقط أنه جاهل جاهل إزاي وأعد عمال يتكلم بهذه الطريقة جاهل فاسد عميل لأعداء الأمة الإسلامية يردد شبهات الملاحدة وهو الآن سيف على المسلمين ببساطة شديدة كيف كيف يعني لماذا تصدقون الكذيب احنا قلنا لكم قرأوا يا عباد الله يعني احنا ضربنا مثال سلسة بطاطس وعقول مسطحة طيب وهو دائما يتهم خصومه بهذه الكلمة سلسة بطاطس وعقول مسطحة وإني أراك أنت أكثر واحد فعلا عقلك مسطح وعندك سلسة بطاطس فقرأ عندك باتشلل عندك إجازة عندك ماسر قرأ فقط لا نريده لسانك قرأتها فهمية متهم حنا لسنا في حاجة ماشي نقرأ ايه يا محمد الفايد اطلع كده أقول للناس اقرأوا كتاب كذا وكذا 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 ايش نقرأ اروح اقرأ كتب الملاحدة ولا اقرأ كتب التراث اللي انت بتقول هذا التراث لن نعبده التراث نقرأ ايه ايه الحاجة اللي انا ها قرأها هتخليني أكون مفكر زيك فهمني القدرة يعني ملاش هذه التزكية نحن قادرون 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 هذه كلمة يعني كبيرة عليك هذه الامة يجب ان تستيقظ هذه الامة يجب ان تفهم دينها كمان طيب جميل هذه الامة يجب ان تفهم دينها كيف نفهم الدين كل كلام عامل ليل ونهار طالع طالع يتكلم يتكلم فاكرين سلفة الحشرات الناس اللي امتبعين محمد الفايد ومعنا في البث الان فاكرين الحشرات يوم واثنين وثلاثة الحشرات الحشرات يا جو عباد الله قريبا ستأكلون الحشرات في رمضان ستأكلون الحشرات سيخرجون على الشاشات على الإذاعات وسيأكلون الحشرات أمامكم حتى يقلقكم وشيوخ سيفتون بأكل الحشرات يوم واثنين وثلاثة واربعة محمد الفايد قعد شهرين ثلاثة الحشرات 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 والله ينائس يعملوا الأغنية راب الحشرات 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 سنأكل الحشرات سيخرجونا ونأكل الحشرات 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 يا عباد الله العشرات الحشرات يا عباد الله وإيش اللي حصل بدأت الدراسات تخرج أن الحشرات مضرة وبعد اختبارات الآن أصبحت الحشرات موجودة على الأرفف في السوبر ماركت بدون أي قيمة ولم يأكلها الناس ولم يبتزوا الدول العربية ولم يحدث أي شيء قال لك في رمضان ستأكل الحشرات خلاص فاضل عشرة أيام في رمضان إيش اللي حصل في الحشرات وين راح ملف الحشرات يا جماعة لماذا محمد الفائد قعد شهرين ثلاثة يخوفكم إنكم خلاص هتموتوا وهتاكلوا الحشرات وراحت الحشرات اختفت الحشرات راحت فين الحشرات يا محمد الفائد بالله عليكم أين الحشرات راحت فين الآن أصبحت تتكلم عن المجتمع المغربي والمجتمعات الإسلامية وتجلد في المسلمين وين الحشرات يا رجل أين الحشرات أين ذهبت الحشرات بح كان موسم شغال عليه ويعين يمسك النسوان الغلابة في بيوتهم خوفهم وخوف الرجالة وخوف الناس وخوف الأولاد والأطفال والكبار والحشرات ستدخل وستفعل وكذا حتى الغربيين تركوها يعني الشعوب الغربية الآن لا تأكل الحشرات وضعوها كزي ما حطين الخنزير مش الخنزير بيتباع وبتتباع اللحمة وبتتباع البطاطس والرز كذلك الحشرات عملوها منتج ومرمي على الأرفف ولا أحد يشتري فاشل مشروع الحشرات الغربي نعم كانوا يحاولون ولكن سبحان الله فشلوا فين الحشرات أنا عايز الناس اللي بيتابعوا محمد الفادي يسألوه بين الحشرات يا محمد الفادي لماذا تركت الحشرات ودخلت لنا في العلماء والتفسير والقرآن والأمور هذه أين الحشرات يا رجل الحشرات طارت على فكرة الحشرات هربت من في معلومة واحد أخ بيقولها الحشرات هربت من المزارع الحشرات هربت من المزارع وبعد أربعة عشر قرن ونصف ولا زال الدين ولم يفهم أوه وكرروا ها سبعين ألف مرة بعد أربعة عشر قرن ونصف الدين لم يفهم إلى الآن لا فهمه النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله حاشاه ولا فهمه الصحابة ولا فهمه العلماء في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والآن جاءكم المهدي محمد الفايد هو الذي فهم الدين وهو الذي اكتشف هذا الاكتشاف الكبير الدين يا جماعة من 14 قرن ونصف وكررها سبعين مرة عشان محدش يقولي الكلام مجتزأ الكلام هو أمامكم الفيديو وانا بشغله لكم بقى لي ثلاث دعائق ونصف فقط بنسمع الفايد نكمل يعني هذه الأمة ضلت وجاءها هذا الشخص لأن هناك أشياء في القرآن كيف يعقل أننا بعد 14 قرن ونصف كلمات في القرآن لا زالت غير مفهومة طيب من تورينا ايه الكلمات دي قولنا كلمة دي محدش فهمها أو غير مفهومة هذا تعني في القرآن يا رجل هذا تعني في القرآن القرآن مفهوم الله سبحانه وتعالى يسره للمسلمين والعلماء فسروه بما لديهم من أدوات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين وهكذا ايه الكلمات التي لا تفهم في القرآن وإذا لم تفهم هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على العرب العرب الأقحاح ولم يفهموه وذا يأتي محمد الفايد هو الذي فهمه الآن أو سيفهمه أو يقول لم يفهمه أنت يا ناس يا ناس يا عالم حكمه مش هو بقول لكم اقرأوا أنا بقول لكم اسمعوا كلام الفايد وركزوا فيه مش هقول لك اقرأ أنا عاوزك تسمع الفايد وتركز في كلامه والرسائل الخبيثة اللي بيمررها لا القرآن مفسر قل لنا إيه الكلمات وستجد العلماء تكلموا عنها قل لنا إيه الكلمات التي لم تفهم إلى الآن وإيه الفهم بتاعها الصحيح وإذا كان ما فيش لها فهم معناها أن نحن بنطعم في القرآن القرآن ده نزل للكائنات مش موجودة على الواقع كيف لماذا لأننا يعني يعني بقينا مالأ أنصاب الأزلام هذه الكتب نعبدها وليس لدينا الحق أن نحرك العقل هكذا محكوم علينا طيب محدش مانعك أنك تحرك العقل تفضل يا محمد الفايد تقدم وطلع لنا تفسير للقرآن الكريم بعيدا عن هذه التفسير والكتب التي لا تعجبك خلاص أنت مش حقبك ابن كثير مش حقبك العلماء تفضل أن تتقدم لهذه المهمة يا رجل كفاية عمومات ما نممكن أن أطلع للناس أوليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذه الليلة مع علم التغذية نحن ما زلنا منذ عشرات السنين لم يفهموا حقيقة الغذاء الغذاء يا عباد الله هناك معلومات في الأغذية لم تفسر بعد لا أحد يعرف عن هذه المعلومات إلى الآن وما زلنا نعتمد على كتب هؤلاء علماء التغذية الجهلة الذين يريدون أن نخضع لهم أين هي معاني هذه المصطلحات في علم الغذاء والتغذية بقلنا حوالي قرن ونص نتبع هؤلاء ولا يوجد تفسير لهذه الأغذية وهكذا أعود أتكلم كلام عمومي إيه بقى الكلام قول يا ابني الكلام إيه إيه اللي أنت مش فاهمه وين الكلام اللي أنت مش فاهمه إيه اللي أنت عاوزه قول لنا كلام مفصر مفصل هؤلاء الجهلاء حكموا علينا بأن لا نحرك العقل مين الهؤلاء الجهلاء يا رجل اكتب لي قول لي مين اسمه ادينا أسماء الحكام العلماء أعوذوا بالله أنا أقول اللي بعد كده تتهم الصحابة تتهم مين قول لنا مين اللي منعك من أنت تفكر ما أنت قاعد ليل ونهار بتزرب على اليوتيوب كل يوم تنزل حلقتين ثلاثة محدش منعك يا ابن الحلال إلتا عندنا القناة ونازل ليل ونهار تزرب تزرب فيديوهات محدش قال لك حاجة إيه الله يا عم محمد الفايد ده محسسني إيه إنه في مجموعة شيوخ محوطين المنزل عنده عملين حصار وعملين له إقامة جبرية ومنعينه من الكلام يا ابن الحلال أنت مسموح لك بالكلام ومحدش بيديئك ولاحد منعك تفضل شغل عقلك شغل عقلك يا معلم أنا بس عايز أسأل أنصار محمد الفايد من الذي منع محمد الفايد من التفكير يعني هفطر الجدلا إنه العلماء والمشايخ بيقولوا لا مفيش تفسير وإلي هو هذا التفسير ماشي رأيهم ورينا أنت رأيك تفضل فسر لكن أنت بتضحك عن الناس أنت بتشتغل الناس تحسسهم كأنه علماء الدين مسكين الناس مكبلونهم في البيوت بالعكس أكثر شيء الآن للأسف الشديد الحائط المائل الذي يتجرع عليه كل الناس هو الدين فاكر لما تكلمت عن الطب ومسكوك سلاخوك الأطباء في المغرب سلاخوك خلوك تعيط وترجع تسكت لما تكلم في الطب وطعن في الأطباء طلع الأطباء مسكوك سلاخوه لكن الآن يتكلم في الدين لا 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 عادي عادي خالص مفيش مشكلة لا توجد أي مشكلة محدش أصلا بيمنعك الحكومات العربية والغربية تسمح بالتجاوز في حق الدين فأنا نفسي أفهم كل علم وكل شيء له حراس له أناس يحرصونه وحكومات لو طلعت اتكلمت بس في معلمات طبية غلط وضللت الناس لو طلعت اتكلمت على أمير المؤمنين بطريقة خاطئة هيجلدك ويسلخك ويدخلك إلى العنبوكة ويقلعك بالبوس ويعذبك لكن الدين مستباح طب يا راجل محدش مالعك يعني الشيوخ دول هم أقل فئة في المجتمع لديها حماية وبالتالي هم لا يستطيعون إيقافك أنت تستطيع أن تتحرك وتقول ما تشاء وأنت فعلا على اليوتيوب 24 ساعة قولي اللي أنت عاوزه أن نعبوذ الأصنام والأصنام رهي الكتب الأصنام هي الكتب كتب من؟ كتب العلماء وهذا الشيوخ ديالكم إن شاء الله الحركة الآن طلقت إن شاء الله في كل البلدان الإسلامية ولا بأس أن يجتمع الإخوة من كل البلدان فقهاء وعلماء ومفكرين أن يجتمعوا أن يعني يخرجوا لنا بفتوى لهذه الشعوب أيوة هو ده بقى مصدقا للي أنا قلت لكم أنه هو يقصد المغامسي المغامسي اللي قالك عامل مذهب جديد فهو بيقولك يجب أن يجتمع العلماء والشيوخ وكذا ويصدروا فتوى لهذه الشعوب يعني يعملوا فتوى كده موحدة للشعوب أصلا لن تستطيع أصلا الواحد مش عارف يتحكم في العمارة اللي هو ساكم فيها يا رجل تتحكم في دول دول كاملة وشعوب كاملة كل شعب لي مذهب وليه طريقة حياة وليه طريقة يا رجل بطل هبل فهذا العصر 2023 عصر رقمنا أن يوحدوا الفتوى هم أنفسهم لماذا نعود إلى ابن تيمية أيوة كمل شوية بقى لماذا نعود لابن تيمية لماذا نعود إلى أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة كمل خليك كده قذعة لماذا نعود لكلام الصحابة لماذا نعود لهذا كله نريد فتوى جديدة تتوائم مع سنة 2023 عصر رقمنا بدل من الناس مثلا أقول لكم مثال إحنا عارفين طبعا أن قضية زكاة الفطر هي عبارة عنك تطلع طعام النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخراج طعام يعني بعد ذلك جاء قول بعد ذلك وقال أنه إحنا نخرج بعض الناس يعني العلماء والفقهاء أجازوا إخراجها مالا خلاص مفيش قول ثالث ففي عصر الرقمنا والاتجاه اللي إحنا شايفينه ده بدل ما تطلع زكاة الفطر مثلا مال أو طعام طلعها كروت آي تيونز كروت آي تيونز كروت جوجل بلاي ألعاب ادفعها فلوس للألعاب طلع آيس كريم طلع مكسرات روح سدد فطورة الانترنت للناس والله عادي جدا هذا هو عصر الرقمنا إن إحنا نعمل إيه نغير الفتاوى لصالح أقول الناس الجديدة هذا إحنا مشكلتنا إن إحنا نريد أن نعود إلى الإسلام الصافي كلما تركنا وابتعدنا عن الإسلام الحقيقي اللي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي حمله الصحابة وفتحوا به البلاد ودخل الناس في دين لا أفواجه هذا هو الذي نريد أن نعود إليه لا هذا الإسلام الأمريكي الجديد الذي تريده نعم هناك حركة الآن في الدول كلها هذه الحركة هدفها هو تمهيع الإسلام وضرب الإسلام من الداخل ومنها محمد الفائد هذا نعود إلى الأصنام لماذا؟ طبعا يقول لك ابن تيمية من الأصنام أن يوحد الناس فتوى الآن من كل من مصر من سودان من سعودية من كل البلدان الشرق يعني من المغرب من الجزائر من موريتانيا من سوريا من العراق من لبنان من فلسطين أن يجتمع الناس ويتكلموا في هذه الأمور لأنه عندنا شباب ولأنه عندنا أمه ولأنه أمريكيين وأوروبيين أسلموا الآن ولا يعرفون ماذا يعملون ولأنه سبحان الله طيب أنا عايز أسألك سؤال من اللي يعمل هذا الكلام يعني أنت بتقول كلام أنا ممكن أقول لدلوقتي عدة معاه يجب أن يجتمع العلماء في كل مكان وأن يتوحدوا على فتوى واحدة ومش يعرف إيه الكلام ده كله مين اللي يعمل الكلام ده يا رجل أنا عايز أفهم يعني مين اللي يعمل الكلام ده كله إيش فتوى يعني هنصدر فتوى مثلا أن الله واحد محسومة في القرآن هنصدر فتوى أن الصيام في شهر رمضان محسومة في القرآن هنصدر فتوى أن الصلاة خمس صلوات أنه الصلاة الظهرة أربع ركعات ولا العصر أربع ركعات ولا المغرب ثلاثة ولا العشاء أربعة ولا الفجر محسومة في القرآن في القرآن والسنة محسومة تماما موجودة في القرآن والسنة طيب ماذا نفعل؟ الفروع أنت عاوز تحسم إيه؟ اللي انت عاوز تحسمها يعني ايه الحاجات اللي انت عاوز تحل الحرام وتحرم الزنا حرام انت الان تمهد الطريق للقوانين التي ستصدر قريبا في دولة المغرب قانون اللي هو كان الزنا مجرم العلاقات الرضائية قانون الطفل الذي بدأوا يصدروا في الاردن والمغرب ايضا يريدون ذلك يريدون تغيير مدونة الاسرة وهكذا انا بقول لكم او ركزوا في كلام الفائد واسبكم من اي شيء اخر مش طالب منكم حاجة مش هولوكم اقرأوا لي ولا اسمعوا لي اسمعوا ان نقدم لهم شيء على الاقل هذا الامريكيين الاوروبية الذين اسلموا ان نقدم لهم شيء في مستوى القرآن وفي مستوى الاسلام يعني احنا نغير الاسلام عشان يعجب الامريكيين اللي اسلموا الامريكان يسلمون يا رجل عندما يقرؤون ايات القرآن ويسمعون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الاخ اللي بيقول الامة بحاجة الى ان تجتمع على قلب رجل واحد نعم نجتمع على قلب رجل واحد لكن موضوع تحيد الفتوى هذا اخي مستحيل هذا ضرب من الخيال هذا ضحك على الذقون هذا كلام لا يمكن ان يحدث مستحيل اما نحن نتوحد طبعا نتمنى ان تتوحد جميع الدول الاسلامية كلها على قلب رجل واحد ما له علاقة هذا بالفتوى اخي التوحد ان احنا يكون عندنا كلنا همنا واحد وان نحن يحصل تكامل بين هذه الدول الإسلامية في كل شيء. لكن موضوع أن نحن نوحد الفتوى فنلزم أهل مصر بهذه الفتوى ونلزم أهل كذا. هذا الكلام لن يكون ولا يمكن أن يكون أخي مستحيل. إذا كان أنا عايز محمد الفادي يبدأ بالمغرب بس يوحد الفتوى في المغرب يعني يخلي الفتوى كده موحدة في المغرب. فتوى واحدة على أهل المغرب فقط. فقط وبعد كده يشوف وعلى فكرة نحن لا نحتاج إلى هذا الشيء يا جماعة. نحتاج إلى توحد الدول نعم. لا نحتاج إلى مسألة توحيد الفتوى إيش بتوحيد الفتوى؟ زي ما قلت لكم إيه يعني؟ الله واحد عدد الصلوات الصيام أحكام الفقه. لا خلاص انتهت وتحسمت. هؤلاء يريدون التلاعب بأحكام الله ويحلون الحرام ويحرمون الحلال. نعم هذا ما يريدونه هؤلاء. هؤلاء لا يريدون توحيد الفتوى بمعنى إن احنا مثلا كل الدول هذه يزال منها الحدود ونصير أمة واحدة ونصير جيش واحد وعملة واحدة هذا الكلام أنا أو طالب به الآن. يا أيها الناس عليكم بالتوحد على إمام واحد وفي جيش واحد وعملة واحدة حتى نواجه عداء الله. هذا هو لكن كلام عام فتوى ومش عارفين. كلام ده كلام عام عايم. آه قدموا لهم تراث واش الأمريكيين ترجموا لهم تراث عباد الله؟ رامونكر هذا والله هل منكر يقول لك هل نترجم للأمريكيين التراث؟ يا رجل يا رجل الأمريكان يدخلون الإسلام بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم شفت واحد بريطاني دخل الإسلام لأنه سامع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أيوة ما لا يدخلوا بكلامك لو واحد شافك لو واحد أمريكي شافك ماش يدخل الإسلام وعلى فكرة هتسمعوا دلوقتي بردد كلام الملحدة بس تسمعوا بس بقية الكلام الأمريكيين ترجموا لهم التراث ترجموا لهم مسائل هذه السيد عنده في مختبر دياله أهليات وعنده البحث العلمي وصل القمر ونمشيوا نقول لي تعالى نوريك تكوين الجنين كيفية شفت ابنه كثير ما مشكلتك مع ابن كثير تكوين الجنين لابن كثير هذا أنا هو فتحته قبل البث فتحت تفسير ابن كثير لم أجد فيه مشكلة الرجل يفسر كلام الله سبحانه وتعالى الآيات الموجودة في صورة المؤمنون ما أعرف إيش مشكلتك مع ابن كثير ليش ابن كثير هل عمل لك حاجة ابن كثير مشكلة أن أنت بعيد عنه هل عمل لك شيء ضربك كنت صغير المشكلة أنه ميت من زمان فالرجل يفسر القرآن قال الله قال الرسول قال الصحابة قال العلماء ده كلام ابن كثير ما عنده شيء آخر لا يملك إلا قال الله قال الرسول قال الصحابة قال العلماء لأنه رجل يحترم نفسه يحترم دينه يتبع ولا يبتدع انت عاوز ايش تفسير ابن كتير هذا ادخل كيث مور الدكتور كيث مور هو عالم من كبار علماء الغرب عندما سمع تكوين الجنين في القرآن الكريم وقرأ التفسير دخل في الاسلام وقال هذا الكلام لا يمكن ان يصدر الا من نبي موحى اليه من الله اسمعوا ماذا يقول نعم يقول ان هذه المراحل تكوين الجنين التي ذكرت في صورة المؤمنون لا يمكن ان تكون هكذا من عند شخص لانه ما كان فيه مختبرات ولا كان فيه شيء فاند ايش مشكلتك مع تفسير ابن كثير يا محمد الفايد تفسير ابن كثير الرجل اجتهد فيه وفسر كلام الله سبحانه وتعالى بادوات العصر الموجودة هناك اطلع فسر لنا انا عايز افهم ليش انت ما تطلع تقول انا متأكد انت بتعرفش تقرأ الاية اصلا اطلع اقرأ الاية وفسرها وقلنا هذا اخطأ ابن كثير في النقطة الفلانية يعني بص تفسير ابن كثير ده كمعا مش سر حربي ادخلوا تفرجوا عليه اقرأوا انا عاوز محمد الفايد لما يكون يكون رجل هو بتكلم يطلع يقول اخطأ ابن كثير فيه المسألة الفلانية بس بس يقول اخطأ في الحتة الفلانية قلنا فين الخطأ اللي عنده فاذا صححت له الخطأ واثبتت ذلك هنقول لك ده زاك الله خير نتبعك ونمشي وراك ايش المشكلة لكن تعد تنتقد وترمي وتسقط هذا وهذا كأنه ابن كثير ده يعني عمل لك حاجة مع انه هذا من علماء الاسلام الكبار والله ما تعرف تألف كتاب زي كتب ابن كثير في التفسير وفي السيرة وفي الفقه وفي غيره يا رجل اتقنا اتقنا لا يا رجل احترم نفسك وهؤلاء يدخلون الاسلام بدون تفسير محمد الفايد عايزين تفسيرك انت نشوف هل هيدخل الاسلام ولا هيكفروا بالاسلام تعالوا نكمل نازال الناس لا يريدون ان يستيقظوا يعني وابقوا مع الغوغائية يعني الناس جلنا لي مقرأوا لا نطلب منكم قرأوا قرأوا نقرأ ايه يا راجل نقرأ فقط قرأوا نقرأ ايه قلنا نقرأ الغوغائية ان اللي انت بتعمله ده هو الغواءية الغوغائية هي اننا اطلع اقول كلام مبهم وسيب الناس ومشي اما الكلام الناس الفهميين الاكاديميين هو اللي يطلع يقول للناس اعملوا كذا وكذا يديني كذا خطوات عملية اقرأ ايه واقرأ ازاي واعمل ايه وافهم بفهم مين بس ببساطة شديدة والله هذا طلب بسيط منور عقلك اذا كانت عندك بطاطس واشد علينا لسانك برضو موضوع البطاطس على فكرة هو دايما يتهم خصومه انهما بيشتموا بيقولوا كلام مش كويس هو دايما يتكلم عن خصومه برضو بطريقة سيئة هكذا يعني فقط لا تدنوا اننا ستراجع والله لنا تراجع وسيكون اكتر واشد واقوى بعد عيد الفطر ان شاء الله مش فاهم ليه انت مش هتتراجع ماشي كل مرة تقول لنا مش هتتراجع ليش بعد عيد الفطر عشان انت صائم دلوقتي فمثلا ما انت هتصوم شهر شوال انت صائم كده كده ايه يعني هتكون جيش هتعمل جيش وتطلع تغزو فيه البلاد مثلا ايش يعني في عيد الفطر ليش ما يكون دلوقتي يعني ايش الحكمة في عيد الفطر يا دماعة عيد الفطر ليش عيد الفطر ليش معنا ليه ما يكونش اليومين دول في هادي الايام الجميلة العشر الاواخر من رمضان مش عارف والله مش فاهم عاد غادي نمر للمرحلة لنيت الحلبة بالمعقول الحلبة هنوصل للحلبة بالمعقول فهذه الأشياء يعني العنوان رأيتم العنوان هذه الأمة لماذا ماذا تنتظر ولماذا تنتظر لماذا لا تريد ان تفهم الوضع العام في العالم انا ما عايز افهم انت بتتكلم على الأمة الأمة كاملة معقول الأمة كلها مفهاش واحد زيك يا محمد الفايد كل الناس كل الناس ما بتفهم شو انت اللي فهم يعني انت تتكلم الأمة يا جماعة الناس اللي بتابع محمد الفايد انتوا حاسين بالله وبيعملوا فيكم انا ما معرفش والله انا شخصيا لو بتابع هذا الشخص انا بيتكلم معايا كأنه انا شخص جاهل الأمة كلها فاسدة الأمة كلها رايحة الأمة انت بتتكلم عن جمهور قناتك ولا عن نفسك ولا عن فئة معينة من الناس الامة كلمة الامة دي تشمل كل المسلمين محدش يقول لي بقى ده بتفسر وبتأول كلامه هو وهو وهتسمعوا كلامه طول الفيديو يعمم ولا يستثني اسمعوا ركزوا يعمم ولا يستثني هنكمل لماذا هذه الامة دائما تنتظر لماذا هذه الامة دائما تنتظر انت مستني ايه طيب انت يا عم محمد مات يا عم تعمل يا عم حاجة واحنا نطلع نمشي معك في الجيش بتاعك لماذا هذه الامة دائما تستورد كل الأدوية ثم الجمود ثم حركة لا اي شيء هذه حفريات لماذا هذه البلدان لا تريد ان تفهم ايوة جميل جدا اذا احنا عندنا واحدة بواحدة جماعة كده خلينا ناخد منه حاجة البلدان لماذا تستورد ولا تصنع ولا تفعل هذه مشكلة حكام يا محمد الفايد مشكلة الحكام والحكومات والمؤسسات انها ليس عندها ارادة لذلك والدليل ان هناك دول استطاعت ان تتخلص من هذه الهيمنة فانت الان تتكلم بعد شوية على فكرة هيقلد الشعوب هيقولك العب مش في الحكومات العب في الشعوب مش بقول لكم هتسمعوا دلوقتي تناقضات عجيبة يعني خلونا نكمل تريد ان تفهم الوضع العام الى اين يسير الوضع العام يسير الى ان القوي هو الذي سيحكم العالم نعم هذا صحيح القوي هو الذي سيحكم العالم والقوة من الله سبحانه وتعالى هذه الدول الغربية الان تتساقط وتنهار فكمل يعني يجب ان يفهم الناس هذه الشعوب الان يعني انا سميتها في مذكيراتي شعوب خليب لكم بتكلم الان بالشعوب اهو تكلم عن الشعوب من شوية قال لك الامة البلدان الشعوب الان هو يعمم على كل الناس حكومات وشعوب وكل شيء الحكومات نعم مسؤولة الحكومة مسؤولة الحاكم لديه امكانية اتخاذ القرار الشعوب مقهورة الشعوب هذه لو فهمت وخرجت وارادت ان تغير اول من سيقف امامها محمد الفائد وسيتهمهم بالخوارج وهو قال في حلقة سابقة انه هو ضد الخروج والكلام ده كله تب نعمل ايه بقى يعني يهجي الحل قلو نكمل سميتها التأطير الداتي تأطير الداتي لطوء ان كدرمو انت تؤطير نفسك لا تحتاج اي واحد اذا لم يكن هناك تأطير داتي اذا لم يكن هناك ردع داتي لبعض الاشياء لبعض المنكرات بدون سلطة بدون قانون بدون يعني فقه بدون اي شيء الشخص بعد اولا هو يكون باخلاق جيدة طيب اول شيء خلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا يا جماعة انا لما اروح انصح واحد فعلا انصحه ان هو يتحلى بالاخلاق الحميدة وان هو يكون شخص متزن وكذا لكن لو افترضنا جدلا انه تسعين في المية من الشعب تسعين في المية من الشعب منضبط وملتزم لازم قانون ولازم سلطة ولازم مرجعية اخلاقية يعني انا ما ينفعش اقول ان انا اكون عندي تأطير ذاتي من اين استمد هذا التأطير؟ من دين الاخلاق هذه تأتي من الدين وهذا نقاش دائما دائر بيننا وبين الملاحدة ان الملاحدة ليس عندهم ثوابت عندهم استعداد يغيروا الشيء النهاردة الشذوذ مجرم بكرة حلال ويحاربوا كمان اللي يتكلموا عنه الزنا مجرم بكرة يحللوه فليس عندهم مرجعية احنا عندنا مرجعية ثابتة فالمسلم يستمد اخلاقه من الاسلام فعليك ان تطلب من الناس ان يرجعوا الى الاسلام والى القرآن مش تحسسهم ان الانسان ممكن يكون اخلاقه حسنة دون ان يرجع الى مرجعية فقهية ومرجعية اسلامية وهكذا والذي يخرج عن هذا الامر اللي هو الملاحدة وغيرهم غالبا هذا يكون قاعدة استثنائية شاذة وليس هو الاصل الاصل هو ان هؤلاء فعلا عندهم ثوابت وقواعد انهم احنا خلقنا من حيوانات هم عندهم هكذا داروين واحنا اللذة اهم شيء وانه الانسان يتمحور حوله كل شيء وكل شيء في سبيل هذه اللذة حلال وبالتالي لا يمكن ان تسيطر على هؤلاء هكذا الا بقوة وسلطة ثم ان شاء الله نحن عندنا دين نحن لدينا دين جميل نتبع هذا الدين فيه كل شيء طيب وهذه البلدان يعني ان تتخلص من الاوساخ والعفونات التي شوهتها في العالم ايوا هذه البلدان البلدان الاسلامية منها المغرب يجب ان تتخلص من الاوساخ والشبهات التي شوهتها عند الغرب وكأنه الغرب ده هو الملاك هو الحاكم علينا البلدان الاسلامية الان مشوهة طيب مين اللي بيشوهها؟ وانتم تعلمون بان يعني اسود نقطة في سياسات هذه البلدان الاسلامية العربية ان اي قوة اوروبية مثل المعسكر الاوروبي ولا الامريكا ولا الكونغرس الامريكي ولا الامم المتحدة ولا اي هيئة دولية تريد ان تقهر هذه البلدان دائما تقهرهم بحقوق الانسان طيب انا هقولك على مثال بسيط وهسأل الناس على فكرة ما هي حقوق الانسان التي تطالب بها الدول الغربية من السعودية مثلا انا بسأل الناس اللي معاي الان في الشات يعني مثلا من عشر سنين او عشرين سنة كانوا يطالبونهم بماذا قيادة المرأة للسيارة فتح الباب للحفلات والرقص والمجون والشذذ الجنسي استجابت السعودية وفق بعد محمد سلمان لما مسك الحكم واصبح الان كل شيء مفتوح والامور تمام طيب هم عاوزين ايه مننا ايه حقوق الانسان اللي هما شايفينها حرية الزنا الشذذ الجنسي حرية الشواذ حرية الاجهاد حرية وموضوع الطفل كمان الزنا والامور هذه هذه هي انا عايز حد يقول لي اي حقوق انسان يطلبها الغرب هل يطلب الغرب منه ان يطبق الاسلام الغرب يطلب ماذا من الدول من المغرب ازالة تجريم الزنا قانون الطفل ازالة قوانين مثلا الرجل القوامة هذا ما يطلبه الغرب منه انت تريد هو انا بقول لكم محمد الفائد الآن هو شغال ضمن هذه الاجندة شاء اللي يسد باه ولم يسدى جنه حر هذا الرجل يعمل الآن ضمن اجندة الغرب لتغريب بلاد المسلمين الغرب لا يريد منه ان نتقدم الغرب يريد منه ان نصبح مجتمعات حيوانية الغرب يتهم المسلمين بزواج القاصرات ومش عارف ايه وحقوق الطفل وحقوق المرأة هو ده اللي عاوزه الغرب اسمعوا جماعة رغم ان حقوق الانسان في بلدانهم لا تراعى لكن دائما يطعنون في مصدقيتنا طيب هم هم عندهم مش حقوق انسان تراعى وبيطعنوا في مصدقيتنا هم ملهم انت المفروض تعلم المسلمين ان يعتزوا بدينهم وان يواجهوا هذه الحملات الغربية مش نخضع ليهم ونغير قوانيننا زي ما انت بالطالب الان ونشيل هذه الاوساخ الاوساخ اللي يقصدها محمد الفايد هي القوانين التي ينتقدها الغرب ودائما يتهمون نبي انا لا نحترم حقوق الانسان طيب نعمل احنا بقى جماعة نعمل ايه نطبأ الاسلام لا نطبأ الاجندة الغربية والامم المتحدة وديما حقوق الانسان على رأس المرأة أو الطفل ايوه فهذه الشعوب انت يجب ان يكون تأطير ذاتي لكي لا تبقى هذه المسائل التي يتهم هنا نبيها لا بس هؤلاء لا يريدون تأطير ذاتي يعني هن اصلا صلاح الشعوب الاسلامية ليس في مصلحة الغرب الغرب يريد منك ان تغير قوانين الطفل والمرأة والاسرة والشذوذ وهذا فقط نحن لا زال لدينا يعني هذا عنف في المجتمعات لا زال هناك عنف نعم يوجد عنف في المجتمعات ويوجد عنف في المجتمعات الغربية بالمناسبة ليس من الرجل مع المرأة المرأة مع الرجل هناك نساء تعنف رجال هناك رجال يعني الاثنين وليس الرجال فقط هذا الكلام موجود في كل المجتمعات العربية والغربية الافريقية الاسيوية كذا 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 توجد مجموعة من الناس يعنفون النساء ومجموعة من النساء يعنفون الرجال ورجالة بيضربوا أطفالهم ونسوان بيضربوا أطفالهم هذه آفة موجودة في كل المجتمعات ايش علاقة نحن بهذا الموضوع يعني هذه مشكلة يعني مثلا الزنا موجود في كل مكان في العالم خلاص ليس هذا الامر يعني هو مشكلة عندنا احنا فقط موجود هذا الكلام في كل مكان في العالم وعلى الحكومات أن تمنع ذلك قدر المستطاع شوف يا جماعة هناك عنف بالنسبة للأطفال هناك عنف الأقسام الدراسية يعني والله أنت ضحكتني يعني الأقسام الدراسية العيال فشلوا وفسدوا بعد أن أصبح الآن المدرس يخاف من الطلاب المدرسين الآن أنا تكلم عني أنا جيلي أنا كان بداية الجيل بتاعنا بداية برضو موضوعي كلام الناس اللي كانوا عندنا العلمانيين اللي زي هذا الشخص كان يقولك ضرب الأطفال في المدارس ومش عارف إيه شالوا الضرب من المدارس وخلاص إيش اللي حصل اطنطت الطلاب على المدرسين وكانوا بيبهدلوهم وكانوا بيخوفوهم وأصبح حتى المدرس هو اللي ينضرب من الطلاب طبعا نحن نضد الضرب المبرح والأمور هذه بس فيه ضرب تأديب كده فيه تخويف فيه شيء كان دايما إحنا كده عشان عشان الإنسان يفضل كده المدرس ده له هيبة نكمل الآن عنف الأقصام الدراسية في المدارس البتدائية والإعدادية هناك عنف فين هذا الكلام لو كانت هذه الظاهرة أنا بسأل الإخوة اللي في المغرب هل عندكم في المدارس العنف أنا ممكن مدرس يعمل كده ماش بنكر مدرس أو مدرسين هل هذه ظاهرة هل هو هذا منهج ولا ده حالة شادة الكاميرات احنا في عالم السوشيال ميديا والكاميرات لو فعلا يعني فيه طفل صور مدرس بيضربه في الهند شهر وعلى فكرة حطوه على بلاد المسلمين يعني واحد مدرس بيضرب الولد ضرب موت دبح صور بالكاميرا واتنشر على موقع التواصل هذا في المغرب هذا في الجزائر هذا في مصر هو في الهند فلو كان هذا موجود في بلادنا المفروض يعني يتفضح يكون موجود انا بقولكم كان موجود لا انكر انه كان موجود بس مش موجود الان ما عد حد يفهمني حد من الناس اللي عنده احنا كلنا عندنا اطفال والناس اللي بتابعوني الان عندهم اطفال وفي ناس منهم مدرسين ومدرسات وين الضرب وين اللي عنف في المدارس في الاقسام الدراسية ليست ظاهرة يوجد حالات فردية طبعا انا لو بفكر اسافر المغرب واسمع كلام هذا من محمد الفايد عن مجتمعتنا وسوء الخلق وسوء التعليم والضرب والكلام ده كله انا طبعا المغرب دي بالنسبة لي دولة فاشلة يعني يعني المغرب الان وجهة للأوروبيين الأوروبيين بتركوا الغرب يروحوا المغرب من فرنسا ومن ألمانيا ومن بريطانيا ومن غيرها مسلمين وغير مسلمين ملاحدة حتى معجبين بالحياة والطراحم والحب اللي بين الناس وكذا ورغم الفقر والمشاكل نعم والأخلاق الموجودة في بعض الناس ممكن لكن مهما وصلنا ليس مثل الغرب حتى في الروض فهذه هذه البلدان يجب على الأقل أن تحن كل هذه الشيء إليها لما نتخلص من هذه المصائب الشوائب الاجتماعية الشوائب التي دخلت مجتمعاتنا حال الأقل إنسان يبدأ الناس ينقصه ويتعلم السكوت لأننا نتكلم كثير في بلداننا أكثر واحد يتكلم في بلدانكم هو أنت محمد الفايد يعني الناس اللي بيتابعوك ما بيتكلموش أكثر واحد بيتكلم وبيرغي هو أنت معلومة في خمس دقايق بتطلحها في 48 دقايق فأنت بتتكلم كثير بالمقارنة مع الأمريكيين والأوروبيين إخوانا في أمريكا يعلمونا هذه ويعني أنا أصف لكم الوضع في أمريكا وكأنني معكم في كاليفيرونيا ومينسوطة وفي النيفادا وبوستون ويعني في نورد كارولاينا أو سالد كارولاينا أصف لكم الوضع تماما وفي أوروبا في البلدان السكندنابية وفي أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية نشوفوا الإنسان الأوروبي والإنسان الأمريكي ليس فيه كثرة كلام ولا يهدي ولا يدعي على الناس ولا ينظر إليهم نظرة نقصة ولا يحسدهم الإنسان الأوروبي والأمريكي كذبت أيها الفاجر والله إنك فاجر وكذاب ودجال أرقى منك أنت شخصيا أرقى منا لا تجمعنا معك لا تجمعني قل ها أرقى مني قل كده الإنسان الغربي والإنسان الأوروبي أرقى مني هذا الذي ينشر الشذوذ الجنسي والذي انتكس عن الفطرة ليس أرقى مني وإن كنت تقبل أنه أرقى منك أنت حر أنت حر توكل ما هم معك أرقى منك قل أرقى مني ومن متابعين ممكن إذا كانوا يقبلون على أنفسهم ذلك لأن محمد الفائد بيوجه الكلام أرقى منا منا نحن 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 إحنا هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام فيه كذب وفيه فجور وفيه تجني وفيه تلميع وفيه تفضيل الكفار على المسلمين وفيه بخس لحقوق الناس اللي هم كويسين يعني تحبير أنت كويس يعني لو أنت الإنسان الغربي أفضل مننا أفضل منك انت كمان ولا أفضل مننا إحنا كلنا معدى أنت لا أفضل منك أنت بماذا أرقى مننا إيش اللي عنده الشيء اللي عنده أرقى مننا يعني قل لنا إيش يعني هذا كذب وهذا فجور وهذا تجني ولا أن في وجود ناس سيئين عندنا وعندهم أنا لا أريد أنا مش عارف يعني مش عارف أنت لماذا تحشر جميع المسلمين في كفة واحدة مع هؤلاء هذا قمة الفجور هذه الكلمة لا تخرج أبدا من مسلم مستقيم الإسلام فنحن نعلم وكل ناس تعلم ذلك دايما بنقول كذا لا نعمم الشعوب فيها الصالح والطالح والله هذا صحيح عندنا إحنا من المسلمين الصالح والطالح حسن الخلق وسيء الخلق المرأة الطيبة والمرأة الشريرة المرأة الفاجرة والمرأة العفيفة هذا موجود في مجتمعاتنا أو في المجتمعات الغربية لا نعمم على جميع المجتمعات لكن المجتمعات الغربية قانون المجتمع الغربي قانون فاسد وفاجر والناس تؤيده وتسير خلفه من الذي يفرض الشذذ الآن؟ من الذي يحارب الفطر الآن؟ الغرب هذا الإنسان الغربي اللي أنت تتكلم عنه حكومة وشعبا ولكن يوجد استثناء شوف أنا أفضل منك إزاي؟ نعم هناك مجموعة من الناس يرفضون هذا الانتكاس عن الفطر ولكنهم أقلية وليس لهم صوت وعليهم حرب كما يوجد في مجتمعاتنا أناس من أهل الخير والحق وكذا ولكن قوانين الحكومات هي التي تنشر الفسق والعهر والفجور من الذي ينشر الفسق والعهر والفجور والأخراق السيئة في الأفلام والسلسلات؟ الحكومات صلت هجومك على يعني حدد مجموعة وهاجمها أنا لا أنفي إنه عندنا مجموعة زي الزفت حدد مجموعة وهاجمها لا تقول منا نحن كلنا هكذا هذا عيب هذا فجور وما يسامحوني لو كنت أنا يعني اشتديت عليه والله هذا شيء قبيح جدا أنا جالس الآن بيشتمني أنا بقولكم الناس اللي بيتابعوه بيقولوا الله عليك يا دكتور الفائض الله عليك اجلد أنا عايزة فهم أنت مزوخي يا ابني أنت أو أنت مزوخي مزوخي ده الإنسان اللي بيحب يجلاده الناس اللي هم بيستعبدوا في الجنس وفي العمل وفي مش عارف اين ويحبوا هذا الشخص يبوس إيده كده ويفضل يبوس رجله رجل يعمال يشتم ويجلد في المسلمين وعهد جدا أنت قعد تسمع له وتقول تطبل له شو هذا الكلام؟ أنا قوم كذبه على نفسنا عندهم الرذيلة وعندهم الأوساخ لا يا سيدي عندهم الرذيلة وعندهم الأوساخ لا يا سيدي لا عندهم الرذيلة وعندهم الأوساخ لا يا سيدي عندهم عندهم يا رجل على الأقل لا يتكشفون عورات الناس لا يتكشفون عورات الناس ويتجسسون على الناس ويبلغون عنهم يبلغون عن المسلمين أي واحد غريب في المجتمع عندهم يتجسسون عليه ويكرهون صوت الأطفال لا يا حبيبي أنا فيه فيديو فيه فيديو على فكرة اتنشر على صفحة ترجمات وهي صفحة متخصصة في ترجمة الأخبار والمقاطع والوثائقيات فتاة أمريكية نزلت الشارع ركزوا جماعة فتاة أمريكية نزلت الشارع بملابس يعني مش فاضحة أو يعني لكن ملابس برضو فاتنة يعني مثيرة ويتجولت في شوارع نيويورك اللي أقول لك أنا عارف الواقع في نيويورك وكذا وكذا والله الذي لا إله إلا هو ما فيه واحد من اللي عدت عليهم في هذا الفيديو حسب الفيديو إلا هو يعكسها كل الناس عكسوها ما أقدرش عرض الكلام لأنه بصراحة هي فاتنة بصراحة هيجي يقول لك دلوقتي هحسسك أن الرجل الأوروبي ده ملاك لا مش ملاك بيزنوا بيغتصبوا بيعملوا كل شيء يا رجل اتقل لا ده أنا هوريكم دلوقتي أخبار هتصدم الفايت شخصيا خلونا نكمل بس القانون الأمريكي إذا أطلت النظر في مرأة يعني وسجل الدعوة ضدك بتروح للسجن يا عمه هو يا عم الفيديو هو تعالى خذ الفيديو ده محمد الفايد أنا والله يعاوز أعرضه بس بشي يفع خذ الفيديو ده وقدم شكوى يا رجل أكثر نسب اغتصاب في العالم هي في الدول في أمريكا وفي الدول الغربية محمد الفايد في موقع اسمه أنا بس أقولكم على هذا الكلام في موقع اسمه فاميلي ووتش دوغ أهو الموقع هنا يا جماعة اسمه فاميلي ووتش دوغ بالله عليكم ركزوا في هذا الاسم ودخلوا على هذا الموقع هذا الموقع هو عبارة عن إحصاء للمتحرشين والمغتصبين في الولايات الأمريكية بحيث أن انت عايز تسكن في مدينة تدخل على هذا الموقع وتحط الكود فإذا كان هذا المكان مليان متحرشين تهرب أنا فجأت أن كل المدن الأمريكية مليئة بهؤلاء مثلا نقول نيويورك نيويورك هنا مثلا لو بحثنا في نيويورك سنجد الآتي سنجد أنه ما في موطئ قدم إلا وفيه متحرشين هذه هذه بصوا بصوا كل بيت كل بيت وكل حارة فيهم متحرشين هؤلاء أصحاب الدبابيس دول إلا أنا أعرض لكم واحد منهم الآن أصحاب الدبابيس دول هذا واحد أهو كل واحد من دول هو متهم باغتصاب أو تحرش بأطفال كل واحد هذا الشخص أهو بيجيب لك اسمه وعمره وسنه والقضية اللي كانت ضده أنا بجيب لك أدله هذا هو المجتمع الأمريكي يا محمد الفايد هذه فقط حي من أحياء نيويورك وادخلوا هلو بمجرة ادخل على هذا الموقع وهات أرقى منطقة لاس فيغاس لاس لاس فيغاس أهي روح لاس فيغاس اللي هي منطقة الثراء وطبعا الشرطة هناك قوية وكل شيء شوف لاس فيغاس عاملة إزاي؟ كل دول كل دول منتشرين في شوارع أمريكا قلت لك لو بصيت على واحدة يا عم المرة دي تبهدلت والله مش عاوز أجيب لكو أخبار ده رجل كذاب آه نعم القانون موجود ممكن ربما لكن الواقع مرير الواقع أنه الاغتصاب والتحرش والزنا منتشر بشكل غير طبيعي يعني يسمى تحرش إذا أطلت النظر فقط هذه دولة ليست إسلامية كذاب أمريكا يا عم المتحرشين هم سايبينهم عارفين مكانهم وسايبينهم دول الناس دول أنا بقول ليه سايبينهم وهم كل دول متهمين بالتحرش وعندهم قضايا يعني مرتكبين جرائب يعني هيرتكبوا جريمة وفقط بيحذرك لكن هو سايب لك سايبوا بطلقهم في الشوارع فسبحان الله نحن الناس كيشوفوا كاش لابس وش حال الطول ديالك والحيدة اش من له والسيارة اش منه والهاتف اش منه طبعا يا جماعة الخير هذا الكلام هو يقصد به المجتمعات إن احنا بنقول عندك إيه وسيارة وكلام ذا كله هل يوجد فئة في المجتمع المغربي مثل هذه الفئة نعم وألف نعم فئة 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 مجموعة مثلا كتير شوية معرفش ما قدرش أحدد هو محمد الفايد كده بيعمم على أهل المغرب لكن أنا بسأل هل هذه الفئة موجودة في مجتمعاتنا نعم وموجودة في المجتمعات الغربية الغربيين بيبصوا للمهاجرين في اللقمة يا راجل بيقولك المسلمين دول أو المهاجرين دول بيشتروا أكل كتير وعربيات مين قال لك إنه ماما بيعملوش كده بالعكس بالعكس فإحنا عندنا زي ما فيه متطفلين زي دول وأنا شخصيا لا أفعل ذلك فأنت ليش تجمعني وليش تجمع الناس اللي متابعينك وليش تحط الحابل بالنابل ليش ما تقول هناك فئة وليش أصلا تذكر هذا المثل يعني هذه الفئة موجودة في كل مجتمع أنت جاي الآن تعمم هذه الخصلة على كل المجتمعات الإسلامية منها المجتمع المغربي أنا والله ما أعرف يعني هذا الرجل يحتاج إلى تأديب وتهذيب هذا يحتاج أن يؤدب محمد الفايد مش مؤدب شخص مجرم كذاب دجال يفتري ويفجر بحق المسلمين أنا أعتبره الآن هو من أعداء الإسلام وحتى أسنانك واش غاسلهم ولا لا وشعرك واش مصفولة لا يعني بلداننا يعني هذا هذه الأمة على الأقل تأثر داتي لابد منه يعني الأمة كلها هكذا مين اللي بيدور على أسنان الناس يا محمد الفايد مين اللي بيدور مين اللي بيعود ينتقد بصوا كده محمد الفايد بصوا كده بيتكلم عن إيه بصوا كده من اللي بيبص لملابس الناس هتعرفوا من اللي بيبص على ملابس الناس يصلي وعنده لحية وعافي المسطاش واللحية طويلة وقال لي عنده فطر هذه الفطريات التي تصيب الجيل في الجيل هكي يسميها مرة السجدة أثر السجود على فكرة يسخر من علامة الصلاة في وجوه بعض الناس يعني أنا شخصيا ما عنديش هذه العلامة وهو ما عنديش هذه العلامة لسي بعض الناس بسبب أو بآخر عندهم علامة هكذا سببها كثرة السجود وخصوصا في الأماكن اللي مثلا ما فهاش سجادة كويسة يعني احنا مثلا عندنا المسجد السجاد فيه يعني أنت مهما سجدت مستحيل يتعلم في وجهك لكن أنا في مصر أيام ما كنت شغال في القاهرة كان فيه مسجد المكيت أو السجاد ناشف جدا وفعلا كنت أشعر بألم لما كنت أسجد وهكذا يعني فبي بعض الناس من المبالغة في السجود طلعت له هذه العلامة أنت تسخر منهم ليش؟ ليش تسخر منهم؟ ليش؟ ليش يعني ليش الفايدة من هذا الكلام؟ مجموعة قليلة من المسلمين عندهم هذا الشيء هذا علامة أنه بيصلي وأنه رخشص طيب ومحترم وخلاص لا زالوا يعزلوا يستحمرون الناس لا زالوا يضحكوا على الناس لا زالوا يضحكون على السجد السدج يا رجل يا رجل اتقل لأ أنت اللي عمل تضحك عن الناس ما هذا؟ ما مشكلتك مع هؤلاء؟ لماذا تتدخل في هؤلاء؟ واحد عنده هذه العلامة لماذا تتفتش فيه نوايا وتدخل وتقول هذه الفطريات؟ سيب الناس على راحتها هذه الفطريات ليست عسيمة في موجودة فطريات ينبوت دم يجتمع في جبهتك يقول لك هذا مرض ليست عثر السجود هذا هو الذي يتدخل في ملابس الناس هذا هو الإنسان عندما يستاك وتكون عنده لحية ويلبسته فوق الكعب تدخل الجنة هذا هو هذا الذي ينتقد الأصحاب السمت لماذا تتدخل في ملابس الناس؟ تقول للناس تتدخل في ملابس الاخريد؟ لا تسيبهم يلبسوا لهم ما أعوزينه عندهم لحية عريضة وعاملين شيء على رسم عاشنا علماء البلدان الإسلامية كلهم جميعهم يعني من الصومال حتى للطنجة كلهم الآن يرتعدون من هذه التلة بدأ بعد شو يخلي عندهم لحية عريضة وعندهم عاما ما بدأوا يتكلمون في المغرب هذي أصحاب اللحة العريضة وأصبح اللبس وكذا هذي انت شو مشكلتك مع هؤلاء؟ أنا حاسس أنهم عملوا لك شيء وأنت صغير والله يعني شيء مخجل التأثير الذاتي لأنه يريح الشخص الناس الآن عايشين محنة فقط من حقدهم وحسدهم على فكرة المحنة والاكتئاب والمشاكل الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وليست عندنا يعني أنا أصدمك دلوقتي يا محمد الفايد بإحصائيات غربية رسمية يعيش ويلاد داخليا عنده أمراض نفسية لماذا؟ لأن فيه حقد فيه غل لأنه يحسد الناس على فكرة الأمراض النفسية في أمريكا يا محمد الفايد هذه دراسة من المركز الوطني للأمراض العقلية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مؤسسة حكومية أمريكية يتحدث عن عدد اتنين وخمسين مليون شخص اتنين وخمسين مليون شخص يعني واحد وعشرين في المية من الشعب الأمريكي عندهم خلل عقلي عندهم عندهم مشاكل عقلية هذا 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 مش كلامي أنا هذه إحصائياته واحد أيضا واحد من كل عشرين واحد من كل عشرين شخص عندهم serious mental illness يعني مشكلة نفسية خطيرة يعني هؤلاء اللي هم 14 مليون شخص دول ممكن يقتلوا الناس اللي هما بيرتكبوا حوادث القتل الجماعي هذه أنا أحط لكم المصادر هذه المجتمع الأمريكي عبارة عن مستشفى مجانين كبيرة والذي قال هذا الكلام ليس أنا قاله شاب أمريكي أتمنى هذا رد على محمد الفايد شوف يا محمد الفايد If you watching this video and you never been to America and you desire to come here cause you done heard some sparkly shiny shit about this place I want to be the one to tell you the truth about this place so you wont be shocked and surprised cause I don't know what brochure you're looking at but I'm sure they're not just telling you everything in the brochure when it comes to America نحن 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 ن نفضل نفضل هذا أبلغ رد على كل الأكذيب اللي هيقولها الفايد بعد شوية عن الرجل الغربي أبلغ رد من هذا الشخص نسمع ونكمل كلامه لا يمكن أن يكون في قلبك غل ولا يكون لك مرض عصبي لا يمكن لا يمكن لا يمكن اسأل نفسك أنا لا أكذب عليك اسأل نفسك هذه أمور هذا الواقع وهذه أمور علمية لماذا؟ لأن العذاب التي يتعدبه الناس ليس من الجهاز العصبي طبعا الآن يشرح لنا الجهاز العصبي والقلب والأمور هذه وينطبق الكلام هذا الفايد يتكلم عن نفسه الآن الفايد يتكلم عن نفسه طبعا الآن يصف دواء للجهاز العصبي أيوة أنت عندك فعلا مشكلة عصبية صدقا يعني لكن المرض يأتي من القلب أيوة هل نعالج القلب أل نعالج الجهاز العصبي؟ لا نعالج القلب يا محمد الفايد صح أحسنت إذا لم يكن يعني لم يكن عندك حقد ولا حسد ولا يعني هذا فيه طبعا فجسمك صافي صافي من النفاق تعيش بسلام بدون أمراض يعني ركز وجماعة إذا لم يكن عندك غل ولا حسد ولا كذا إجازتك هيكون تمام إذا كنت تتكشف عورات الناس تتكشف عورات الناس أقسم لك بأن من المستحيل أن لا يكون لديك مشكلة عصبية إذا كنت يعني تتكشف عورات الناس سيكون عندك مشكلة عصبية طيب أسألك سؤال يا محمد الفايد أنت لما كنت بتتكلم عن إمام الجزائر هنا حادث واحد خبر واحد واحد المصلي طلعت قطة فوق منه لأنه شمت ريحة الدجاج في الفمو كافة صحي ما نعملوش منها قيمة طيب أليس هذا حقد وحسد للرجل بعد أن رأاه مليارات البشر حول العالم وانتشر الفيديو يطلع منك هذا التعليق السخيف الذي يدل أنك حاقد عليه حاقد هذا قطة شمت ريحة الدجاج في بؤه بالله عليكم عرفت من وين أنه دجاج أليست هذه غيبة اللي أنت بتنكرها على الناس الثانية الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة ليل ونهار يقول لهم ومن الذي يغتاب هذا الإمام الآن من وين عرفت أنه دجاج القطة لا تفعل ذلك لأنه في بؤه دجاج لا تفعل ذلك لأنها تحبه يعني القطة لما تيجع حوليها تلف حوليها وتحكي ظهرها في رجلي وبعدين تطلع على كتفي هي تحبني ما لها علاقة بالدجاج ولا بالسمك ولا باللحم الضاني ولا بالرز ولا بالملخية أنت الذي تتدخل في نوايا الناس من أين علمت بأن هذا دجاج؟ وهل أخبرتك القطة أن هذا الإمام كان يأكل دجاج؟ سؤال هذا هو قمة الحسد إذا كنا نتكلم الآن عن الحسد فقمة الحسد هو ما فعلته أنت مع الإمام الذي صعدت على كتف القطة وإيش اللي يضيرك في هذا الأمر؟ إيش المشكلة يعني؟ الله سبحانه وتعالى شاء أن ينتشر هذا المقطع حول العالم ويراه الملايين وتقام عليهم حجة الإسلام أنت بتدخل الكفار الجنة لأنه لم تقم عليهم الحجة الآن أقيمت الحجة عليهم وسمعوا كلام الله ورأوا الإسلام ورأوا المسلمين وسمعوا الآيات ورأوا هذا الإمام مشهد عفوي لم يرتب له الإمام ولم يتدخل فيه فأنت تحتاج إلى علاج فعلا كلامك هذا ينطبق عليك هذا الحقد والحسد موجود فيك أنت لأن وعدا عليه سبحانه وتعالى أنك تتجرأ على عباد الله سبحانه وتعالى دائما عندك مشكلة مع الجهاز العصري إما عدم النوم إما عديد إما تكون مضطريب دائما يعني تدور بالجهة المعاكسة لأقارب الساعة أنت فاعلا هذا هو محمد الفعيد هذا الكلام ينطبق عليك تماما للانهار يا رجل تأكل في الحوم العلماء وابن كثير والأصنام ابن تيمية يقول عن عالم جليل الإمام جليل صنم ابن تيمية ابن كثير ليل ونهار يتكلم عن ابن كثير يشتم الألباني ليش يشتم الألباني لأنه رفض استضافة الحسن الثاني فأنت برضو شغال غيبة ونميمة ليل ونهار وهؤلاء الفقهاء والعلماء والشيوخ ده أنت يا رجل أنت في رقبتك كل الأمة الإسلامية أنت اغتبت الأمة الإسلامية كاملة على الأقل لأنا لما أنا أتكلم عنك ورد عليك أنا برد على شخصك لوحدك أنت تغتب أمة بأكملها يا رجل أنت تطعن في شرف أمة بأكملها أنت تلمع الكفار وتطعن في المسلمين مخ عباد الله يدور في اتجاهه هذا هو مخ انتك يدور جهة أخرى من نفسك الله سبحانه وتعالى دائما يقول لنا من أنفسنا أشياء التي تصيبنا هي من أنفسنا نعم نعم كل إنسان طبعا يعني غالبا يعني أصحاب الأمراض القلبية أمثالك من نفسك أنت عندك مرض نفسي عندك مشكلة نعم هذا من نفسك أنت صدقت أول ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم عسنت صدق الله قل هو من عندي أنفسكم إحنا اللي صابتنا نقولوا أن هذا يعني من نجاتني من نفسك فقط فهذا التأطير الداتي للناس لا تعلموا الأطفال ينافقون مثلكم لا تعليهم يكذبون مثلكم أنا بس عاوز أسأل الناس اللي بيتابعوا الفايد تاني معلش الجماعة سامحوني النهاردة كل أسئلتي لأنصار الفايد أنتم منافقين؟ أنتم بتعلموا أولادكم النفاق؟ يعني هو بيوجه خطابه هنا ولمين يا جماعة؟ بصوا كده تعلموا الأطفال ينافقون مثلكم لا تعليهم يكذبون مثلكم لا تعليهم يتصرفون مثلكم طيب أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم الناس اللي بيشوفوك اللي بيشاهدوك طب بالله عليكم أنتم رضيين عن أنفسكم هكذا هذا الكلام؟ هتقولوا اللي بيتكلم عن فئة أخرى؟ والله بيتكلم عليكم أنتم الرجل خلاص أصيبه بجنون العظمة خلاص أصبح هو الوحيد في العالم اللي صاحب أخلاق حسنة اللي فاهم القرآن اللي فاهم الأخلاق اللي فاهم كل شيء الغربيين كلهم أحسن منا ولكن هو الوحيد اللي هو يعني يفوق الغربيين أنا ما عرفش هو يقصد الكفار أحسن كمان من هو شخصيا؟ ما عرفش وعدنا طبقات في المجتمع المجتمع ليس يعني متجانس عدنا طبقات عادية متواضعة عدنا طبقة يعني مغلوب على أمرها عدنا طبقة متوسطة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء عدنا طبقة تحسب نفسها راقية هي راقية غير بالمال عدنا طبقة في المجتمع لأنها لديها مال فهي يعني لا ترضى بأي شيء وتريد أن تكون شيء وهذا مشكلة في حداته طيب دميل هذه مشكلة في الطبقية دي نشأت من إنا محمد الفايد لماذا لا تتكلم عن أصل نشأة الطبقية في المجتمعات الإسلامية في العهد الإسلامي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوت الرؤوس وفي الحكم الإسلامي لحد سقوط الدولة الإسلامية والخلاف الإسلامي الآن السبب في هذه الطبقية هي الحكومات الفاسدة جواب بسيط جدا جدا السبب في هذه الطبقية وجود طبقة رجال الأعمال الفاسدين المقربين من السلطة والطبقة المتوسطة اللي عندهم وصايت اشتغلوا في الحكومة واشتغلوا في الوظائف المرموقة والطبقة اللي أقل من المتوسطة هذه المساكين يعني مغلوبة على أمرهم والطبقة المعدمة تماما هؤلاء يعني الله يعنهم والله يفرج عنهم مين اللي عمل هؤلاء هكذا قسمهم بهذه التقسيمة وأدى إلى هذه المسافة الشاسعة بين هذا وبين هذا من؟ أنا؟ الشيوخ؟ العلماء؟ الفقهاء؟ الفقهاء هم اللي جلسين يؤطروا لهذا؟ الحكام؟ الحكومات؟ الفساد؟ يا عباد الله أمتنا فيها جميع المصائب؟ يا أمتنا فيها جميع المصائب؟ لا عب كده أمتنا فيها بعض المصائب موجود هذا أنا بقول لكم يا جماعة هذا الرجل يريد أن يوصلنا أننا نتساوى بالكفار لا هو يريد أن يقول الكفار أحسن مننا كمان يعني أنا لا أرضى أن نساوى بهؤلاء أصلا نتساوى معهم أنا شخصيا لا أرضى أن أتساوى مع هؤلاء فما بالك لما يجي واحد الآن يقول أنهم أفضل منا وأحسن منا وكل المصائب موجودة عندنا نحن دائما نتجه للحكومات ونتجه للسياسات ونتجه للحكام ونتجه الخلل في الشعوب أيوة الخلل في الشعوب ترى يا جماعة غلاء الأسعار الأخلاق السيئة المشاكل المجتمعية الطبقية الأمور هذه ترى هذه مش مشكلة حكام ولا حكومات هذه مشكلة الشعوب الشعوب هي التي فعلت ذلك وهذه هي مهمة محمد الفايد الآن خلاص أصبح مطبل مطبل الشعوب هي السبب فيما يحدث لها الآن لماذا؟ لأنهم هم الذين يحكمون هم الذين يصدرون القرارات أنا أنا بقول لكم أنا كشخص ماذا أفعل؟ ماذا تريد مني أن أفعل؟ أنا ملتزم وبعيد عن هذه المشكلات اللي أنت بتكلم عنها وكثير من الشعب المغربي ناس نفسهم يعيشوا ويجدوا لقمة العيش ويجدوا الطعام ويجدوا المسجد ويصلوا ويصنوا ويناموا والله هذا يعني حلم 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 لغالبية الشعب المغربي مين السبب في هذا الكلام؟ الحكام والحكومات مين اللي بيعمل أفلام ومسلسلات يضل بها الشباب؟ مين اللي بيغير قوانين البلاد الآن عشان تتوافق مع الغرب؟ مين اللي عاوز يشيل تجريم الزنا؟ مين اللي أتى بفيلم شاذ جنسياً في السينما المغربية؟ مين ومين 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 مين اللي حط المناهج؟ الشعب الشعب اللي حط المناهج؟ انت بحسسن أنه عندكو يعني كأنه الشعب هو اللي بيحكم الشعب لا يحكم في بلادنا خلونا نكون متفقين شئنا وهذا شيء نعترف به الشعوب العربية لا تحكم الذي يحكم الشعوب العربية هي الحكومات والجيوش وأي واحد يفكر يخرج عن هذا الخط يقتلوه على طول مباشرة يعني عندكم لما طلعت مجموعة تطالب بحقها سجنوهم طيب ليش أنت الآن تصرف هذه المشكلة عن الحكومات؟ أنا هقول لك على حاجة عشان رياحك برضو عشان محدش يقول لي أنت والشعوب أيضا عليها بعض المسئولية في هذا الأمر لكن الذي يستطيع أن يغير هذا الواقع هو الحاكم أنا ليس في يدي شيء الشعوب مغلوبة على أمرها أنت لو سألت أي شاب صغير الآن من اللي هم مش لقين شغله وعايزين يسفروا إلى أوروبا وعملين علوم يا شبابه اصبروا واحتسبوا لو سألته لو كنت رئيسا أو كنت حاكما ماذا ستفعل؟ سأقول لك أوظف الشباب وأبحث عن كذا وأفتح المشاريع وأتخذ قرار كذا ولا أستورد المادة الفلانية ونصنعها هنا في بلادنا وهكذا 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 عندهم أفكار أحسن من الحكومات لكن الحكومات هذه عميلة للغرب وتعمل تحت الأجندة الغربية فأنت الآن تتهم الشعوب؟ معقول الشعوب هي المشكلة عندها؟ والله إحنا جماعة لسه بس فيديات 13 الناس اللي تعبت لماذا لم يتغير شيء؟ قل لي أنت بقى ليه والله جماعة عارف أنه أنا طولت عليكم ليه بقى النضال دا والحاجات دي ما فيش حاجات غيرت؟ لأنه رأس السلطة مش عاوزي غير ما هذه الأحزاب مؤدمة برامج وأشياء جميلة جداً ولكنها لا تنفذ حتى الأحزاب الإسلامية لما صعدت إلى الحكم هناك كُبلت بالقرارات الملكية فأصبحوا في عباءة الملك يصدرون القرارات وفقاً لرغابات الملك ببساطة شديدة فعندكم أنتم هذه المشكلة اللي أنت بتشتكي منها هذه ليست مشكلة شعب هذه مشكلة حاكم مين اللي عنده سلطة إصدار قرارات ملكية وقرارات سيادية؟ أسأل الناس هنا في الشات الشعب، الحكومة، الأحزاب، الملك ردوا علي يا جماعة من الذي يستطيع أن يصدر قراري الآن بإنشاء مؤسسة كذا أو إنشاء مصنع كذا أو كذا أو كذا؟ من؟ من الذي يستطيع أن يلغي الضرائب؟ الشعب؟ من الذي يستطيع أن يفعل كذا وكذا؟ أتكلم هنا عن قرارات في أيدي الحاكم الحكومة، الحكومة تابعة للحاكم كل هؤلاء يتبعون الحاكم شخص واحد هو الذي يتحكم في كل هذه البلد ببساطة شديدة فلا تلقي بالتهمة على الشعوب لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بأنفسنا حتى نغير نحن إن الله لا يغير ما بالقوم حتى يغير ما بأنفسهم طيب لو إذا الشعوب الآن تغيرت يا محمد الفايد وطلعت الشارع وطالبت بحقوقها ومسكتها الحكومة وضربتها وكذا إيش نعمل إحنا يعني؟ يعنينا الشعوب العربية خرجت في ثورات وقمعت وقتلت وصار الحال أسوأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إنها استغيرت وطالبت خرجت تطالب بلقمة العيش وبقرارات وكذا وإزالة الأوساخ فخرجت هذه الطائرات وقصفتهم وقتلتهم وهجرتهم وأصبحوا الآن مشردين في كل مكان في العالم فهذا الذي أنت إيش نعمل إحنا يعني؟ أصلا الشعوب عموما ليست كتلة واحدة الشعوب فيهم الصالح والطالح الذي يحكمهم هو القانون بمعنى سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إحنا عندنا الآن مجموعة وهذا أسألكم يا جماعة في في المغرب مجموعة أناس يريدون الحياة وأخلاقهم حسنة وناس طيبين ولا لا؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود طيب في مجموعة سيئة ولا لا؟ نعم موجودة وفاسدة موجودة في المجتمع المغربي وغير المغربي من الذي يستطيع أن يفرض على هؤلاء جميعا؟ مسألة معينة الحاكم فالحاكم عندما يتخذ قرارات بالحشمة وبتطبيق شعار الإسلام وأحكام القرآن وأحكام الإسلام الإسلام هنا يبدأ الناس يعتدلون واللي هيخالف سواء صالح أو طالح سيعاقب فالذي لديه سلطة التشريع وسلطة إصدار القرارات هو الذي يستطيع أن يلزم الجميع بهذا الكلام سواء كانوا كلهم صالحين أو كلهم طالحين لو حتى مجتمع فاسد وأنا أقول لكم بمثال محمد الفايد يتهم الشعب المغربي الآن بوضوح أهو أنه شعب يعني المشكلة فيه المشكلة في الشعب طيب يا جماعة الخير المشكلة الآن في الشعب هل الحكومة صالحة والشعب فاسد؟ يعني من الذي يصلح الأول؟ يصلح الشعب وبعدين تصلح الحكومة؟ طيب نأخذ عدي بقالنا كام سنة بنقول هذا الكلام؟ تغيروا نفسك يا جماعة وكلام ده كله كنت بتقول عليهم شيوخ الصلاطين وكذا وكذا يا جماعة ترى المشكلة في الحكومة المشكلة في الشعوب طيب الآن وبعدين لو أن هذه الشعوب تغيرت وأصبحت صالحة هل هذه الحكومة أصلا صالحة؟ هل هذه السلطة صالحة؟ يا رجل اتق الله يا رجل إنا لله وإنا إليه رجعون الذي يفرض على الشعوب هذه القوانين وهذه الأمور هي الحكومات ولو صلحت هذه الشعوب أول من سيقاومها هذه الحكومات ببساطة شديدة وأنت تقول الآن أنت تقول أن الشعب فاسد فالحكومة فاسدة الشعب فاسد فالحكومة فاسدة هل أنت من ضمن هذا الشعب؟ الله أعلم انظروا مثلا إخواننا يعيشوا هنا في أمريكا وكندا وفي الولايات المتفاعدة في الأوروبا انظروا هذا الإنسان الأوروبي ما تعرف إنسان وش وزير ولا سائق حافلة ولا سباخ ولا قاضي ولا وزير لا تعرفوه في المجتمع كل الناس ماشيين في الشارع كل الناس يدخلونا السيبر ماركت كل الناس يأخذونا الميترو كل الناس يركبونا في الحال لا هذا غير موجود يوجد أيضا في أوروبا وفي الغرب طبقية بالمناسبة يعني وهذا الكلام يعرفه أي واحد عايش في الغرب أنا أضحك أنا لو عايش في الغرب الآن أضحك عليك يوجد في أمريكا طبقية ويوجد مجموعات تركب سيارات مارسيدس وسيارات لمبورغيني وسيارات كذا ومجموعة أخرى تروح تشتري سيارة من الوكالة يعني مستعملة وكذا مهاجرين وغير ويوجد مشردين في هذه الدول وأما قضية أنه في وزير ولا حاكم ولا كذا بيركب العقلة دي كلها أفلام أفلام درامية يعني الواقع مختلف يا رجل هناك عنصرية وطبقية وهناك قتل جماعي وأشياء كثيرة جدا في المجتمع الأمريكي يعني أنت عندك 611 عملية قتل جماعي خلونا نكمل وبعدين هنتكلم عن هذه النقطة لا تكون في سيارة الأرجاء كل الناس يذهبون إلى السوق يتسوقون يذهبون إلى المقهى تجد مقهى فيه وزير وفيه طبيب وفيه مهندس وفيه بدون أي مشكلة طيب أنا بسأل للناس العايشين في الغرب في أوروبا وأمريكا كم مرة رحت مقهى وجلست مع وزير يعني هذا كلام يا رجل هذا الوزير يذهب إلى المقهى مرة في السنة أيام الانتخابات ويتصور مع الناس مرة فقط وهذا بيعملوا حتى المسؤولين بتوع مجلس الشعب عندنا في مصر وحتى الوزراء بيروحوا إلى الأسواق أحياناً الوزير لا يجلس مع عامة الناس مع الرعاة كما يصفونهم لا الوزراء هناك لا يمكن أن تراهم إلا في الانتخابات والحملات الانتخابية تشوف الرئيس نفسه وتسلم عليه ودبوسه كمان مستحيل يا محمد الفائد أنت تتكلم فقط أنت شايف الإعلام أنت جالس مثل الممطحين أمام التلفاز جابوا لك جاستن ترودو نزل المترو وسلم على الناس ومشي أوه أنت في كندا تستطيع أن تقابل رئيس الوزراء هي مرة واحدة نزل في الشارع مرتين ثلاثة في السنة انتخابات دعاية انتخابية لكن في الواقع خليك أنت بشكل طبيعي تصحى من نومك عايز تروح تقابل جاستن ترودو مستحيل تقابل ماكرون مستحيل تقابل رئيزير الداخلية الفرنسي مستحيل وزير الصحة الفرنسي مستحيل من رابع المستحيلات إذا قررت أن تراه هذا مش صحيح وهو يقول دلوقتي أن أنت تقابل الوزير بسهولة مش صحيح فهذه المجتمعات طبعا هي مرت من المرحلة التي نمر منها نحن مرت من المرحلة التي نمر بها نحن الآن المجتمعات الغربية المجتمعات الغربية يا رجل على شفى الانهيار مضمرة محطمة منتشر فيها كل المبيقات نحن لازلنا مع أخلاق نهان مشكل كبير لازلنا مع أخلاق نهان نعم اتهام اهو الناس أنا عايز العيل بتوع الفايد اللي هيدفع عنه في التعليقات دلوقتي انتوا أخلاقكم زبالة ووحشة زي ما هو بيقول لكم كده انتم منافقين بتعليموا عيالكم النفاق انتم فاسدين زي ما بيقول لكم الفساد سببوا الشعوب وليس الحكومات انتم خلاص انتم راضين على نفسكم هذا الوصف أنا لا أرضاه ولذلك أنا طالع أرد أدفع عن نفسي أنا طالع أدفع عن نفسي وعن الفئة التي لا تقبل هذا الكلام وأما الفئة التي تقبل هذا الكلام تفضلوا اجتموا وقولوا الفايد يا محلا وما حبنا وبالطول وبالعرض الفايد وانش عارف براحتكم اكتبوا ودكتور محمد الفايد قام عظم قولوا انتم عوزينه انتم ناس مازوخيين عندكم قابلية للاستعباد والاستعمار والاستحمار تفكروا على الله أما أنا لا أقبل ذلك على نفسي وأقول مرة أخرى يوجد في مجتمعاتنا وناس عندهم أخلاق حسنا عندهم كل شيء لا يضربون ولا يفعلون كل هذه الأمور وهو الفايد يعمم على الجميع فهذه الأمة يعني ماذا تنتظر في الأخير هل تنتظر الملائق كأن تنزل لهذه البلدان يعني تسويها لا يمكن احنا مستنيين قرارات حكومية الملك يطلع علينا ويصدر قرار ملكي أو مرسوم ملكي بمثلا إعانة بطالة بمثلا إعانة للمطلقات والأرامل بيراتب للأطفال في سن مثلا لحد مثلا سنة سنتين بمثلا التأمين الصحي يتزود الجرعة أي شيء هذا الشيء اللي احنا نستنينه حاليا لكن هذا الإنسان هو في حداته يعني عنيف داخليا هو عنيف مع نفسه يعني عنيف مع نفسه يا إخوانا في أمريكا لا يمكن شخص في أمريكا يقول لك أنا وزير لا أسلم على الناس يا رجل والله إنك حالم لا يمكن في أمريكا الوزير ممكن يأخذ معك صورة وتصوره بشي في الشارع هو وزوجته بدون أي مشكلة يا رجل فين هذا الكلام فين هذا الكلام يا محمد الفايد يا جماعي اللي عايشين في أمريكا أرجوكم أنتم معانا أرجوكم أرجوكم أنتم بتنزلوا الشارع تقابلوا الوزير وتسلموا عليه هذا كلام غير صحيح أنا بقول ملاء في وجود بعض الوقائع هو بيكون نازل مخصوص عشان يأخذ الصورة ويأخذ اللقطة للانتخابات لأسباب معينة يعني بتكون مترتب لها ترتيب على فكرة وحراسة وفل مكان ولكن الحراسة ما تظهرش يعني بيكون انت مفكر إن وزير ينزل الشارع كده وخلاص لا بيكون مرتب كل شيء ومن بعيد إحنا عندنا الوزير يعني لا تصل إليه ولا في أمريكا ولا في فرنسا ولا في أوروبا نفس الكلام لا عندنا ولا عندهم لا تصل إليه أو مدير شركة لا تصل إليه نعم مدير شركة عندنا وعندهم برضو مدير الشركة أنت ممكن تكون شغال في شركة ولا تستطيع أن تقابل المدير وممكن تقابله برضو أحيانا يكون حتى يعني هذا هذا هو مشكلنا مشكلة عندنا داخل داخل في الإنس وهديره هو مرض داخل الشخص طيب ما إحنا عندنا بقى خلينا ناخد كلامك صح عندنا مشكلة في الوزراء الوزراء دول من اللي عينهم؟ الملك حكومة هذه من جاء بها؟ مشكلة عندنا لا يمكن أن نفهم الوضع الآن ونحن في وضع خطير والعالم يمر بمرحلة خطيرة بس أنا أريد أن أسأل سؤالي يا جماعة وإحنا مشاكلنا اختزلت في قضية السلام على الوزير؟ يعني إحنا لو بكرة الصبح الحكومة عندنا الوزراء نزلوا الشارع وسلموا علينا هل هذا؟ طب أنا أقول لك الحاجة وأنا أتحدىك يا محمد الفايد أتحدى محمد الفايد أنه ينزل الشارع ويسلم على الناس في سوق شعبي يحدد يوم من الأيام ويقول يا جماعة يوم الثلاثاء القادم سأذهب إلى المنطقة الفلانية للسلام على المتابعين عندي في القناة يلا نفذها وصورها فيديو ونزلها على اليوتيوب أنت شخصيا لا تريد أن تقابل الناس أنا أخبرني أحد الإخوة من أصدقاء الفايد كان بينه بينه علاقة واتصال من نفس المدينة قال لي الفايد لا يخرج إلا نادراً لا يخرج غالق على نفسه البيت وما نعرف إيش عنده وإيش منه هكذا ولا يصلي في المسجد ولا يفعل أي شيء ولا حتى الناس يشوفوه فأنت نفسك ديكتاتور انزل صور في الشوارع روح وكذا سبحان الله إذا هذه الشعوب ما راجعت نفسها ورطبت شوية هذا الجو مع الداخلي ويكون هذه الخنقات والشجارات وهذا العنف في جميع المستويات ليس العنف في الأزقة ولا العنف في المقاهي ولا في العمال لا حتى العنف في البيوت العنف مع الطفل أنت عندكم يا جماعة في المغرب الوضع كده؟ أنا كنت ناوي أنتقل للمغرب على فكرة أو أزور المغرب بصراحة يعني العنف في الشوارع وفي الأزقة وفي كل المستويات وحتى في البيوت العنف موجود طبعا مرة أخرى عشان ما يجيش واحد يعني فتاك فهم أنا أستثني أقول نعم يوجد فئة تمارس هذا الشيء لكن هل هذه هي الشارع المغربي؟ يعني أنا أنزل الآن بكاميرا أصور في الشارع الناس نزل ضرب في بعض كله نازل ضرب في بعض وكله نازل يعملوا البيوت وإن الأطفال بيصرخوا وليل ونهار وكذا وكذا كله كذا تبقى خمسين في المية؟ والله لو خمسين في المية تبقى مصيبة ما غير صحيح عشرة بالمية، خمسة بالمية، عشرين بالمية فلماذا تعمم هذا ولماذا تختزل هذا المشكل؟ أنه سبب أزمة الأمة الآن مع أن هذا ليس هو العمه وهذا الكلام يضبطه الحاكم، الشرطة والجيش وهذه المؤسسات سبحان الله العنف مع المرأة أو مع الرجل وليس لأتنين، والعنف مع الجار أو الجيران أنت يا أخوان المغاربة، أعتقد أنتم تضربوا بعض في الجيران؟ ليل ونهارة تضربوا بعض؟ لعنف أثناء العمل أي زملاء العمل، والعنف حتى في الشارع، والعنف في المسواق يا لطيف، يا لطيف، هذا أنتم عندكم الوضع سيء ، هذا أنا أعوذ بالله أعوذ بالله يا رجل لو الوضع كده في المغرب أعوذ بالله العنف في العمل وفي الشارع والجيران وفي المؤسسات وفي الأزقة وفي البيوت وفي الأطفال وكذا زنجة زنجة دار دار حارة حارة والله هذا الرجل ينفر الناس عن زيارة المغرب أنه يكون لك الحكومة المغربية تنشئ برامج سياحية حاليا الآن نزارة السياحة تنشئ برامج سياحية أنا الآن لما أجلس أتفرج عليه والله أخاف أزور المغرب أخاف أعتب المغرب يعني هذا الكلام لا يحصل حتى في المجتمعات العالم اللي هم الدول الضيعة مش عايز أقول أسامي الدول اللي فيها حروب يا رجل لم يحدث فيها ذلك في شعوب عربية حصل فيها ثورات وحروب وكذا ولم يحدث هذا الشيء اللي أنت بتقوله فين هذا الكلام أنا بشوف يوتيوبرز عايشين بيروحوا المغرب بيصوروا في الشوارع أقسم بالله ناس مبتسمة ورغم الهم وأنا لا أنفي وجود أزمة فقر ومشاكل يعني في بعض فئات المجتمع بس والله الناس مبتسمة وبيع العصير وبيع الخضار وبيع كذا واللحمة والمطعم والله اليوتيوبرز يصوروا من المغرب أشوف المغرب جنة أسمع كلام الفايد أشوف المغرب جهنم والعياذ بالله أفيدوني يا جماعة الكلام ده صحيح ولا لا بس أفيدوني هذا الكلام إذا كان هذا الكلام صحيح فالمغرب راحت خلاص انتهت وإذا كان غير صحيح فالفايد يكذب والفايد الآن يشوه صورة المغرب والشعب المغربي وأول من يشوههم هم الأتباع عنده يقول النفسي أعرف إزاي يشوفوا هذا الكلام ويسكتوا نحن لسه في الدقيقة 16 أكمل معاكم ولا مرتاحين عاوزين أن أكمل ولا لا لأنه كلامه لسه كتير 48 دية والعنف يعني إن لم يكن عنف بالياد فهو بالفم وكمان بالفم حتى العنف اللي لو مش موجود ضرب بيكون بالفم هذا تكشف عورة الناس وشتم الناس وسب الناس والنميمة بين الناس أنت أول واحد يمارس النميمة أنت جلساتك كلها نميمة محمد الفايد على المشايخ وعلى فكرة محمد الفايد النميمة عنده مش على أشخاص مثلا فساق أو فجار الرجل اختار فئة وهي العلماء والشيوخ والفقهاء يعني النميمة اللي بيعملها الفايد هو لا ينم على الناس العامة وكذا مع أنه هو بيشتمهم الآن بس لا يعني اختار فئة من أهل الصفوة الإمام بن كثير والشيخ الألباني والشيخ الإسلام بن تيمية والفقهاء والعلماء وعلماء التفسير وأئمة المذاهب الأربعة يعني هو الآن واقع في أزمة مع هؤلاء وهؤلاء أحسبوا أنهم من أولياء الله الصالحين بما كتب الله سبحانه وتعالى لهم من القبول في الأرض شاء من شاء وأبا من أبا نكمل والحسد والحقد في الناس الحسد والحقد شفناه في مع القطة اللي بتشم بؤ الإمام حادث واحد خبر واحد واحد المصلي طلعت قطة فوق منه لأنه شمت ريحة الدجاج ده ده نسميه يا محمد الفايد ده ده قمة الحقد والحسد بالله عليكم هل نحن أمة الآن تستحق أن تكون فوق الأرض بهذه الأخلاق أخلاقك أنت أنا عايزة أسأل أنت بتكلم بيعمم على الأمة ده عامل زي اللي بقولك يا أمة ضحكت من جهلها الأمم رأيت إسلاما بلا مسلمين الجماعة اللي بيجلدوا المسلمين اللي هما أنت المفروض تعلم الناس العزة وتعلمهم أنهم يعتزوا بدنهم وتبرز الأخلاق الحسنة يعني أنا آه عندي أشياء سيئة في المجتمع عندنا شتم وعندنا عنف وعندنا وعندنا ولكن بنسبة قليلة أنا المفروض أظهر محاسم بلدي أطلع كده أتكلم عن الأخلاق الحميدة المنتشرة يعني عندكم مثلا في المغرب وأنا هقول لكم مثال بسيط جدا جدا يعني عندكم في المغرب في واحد كان ماشي بالسيارة ووقع منه البطيخ ثواني كده جماعة أوريكم المشهد عشان الناس تشوفوا يعني لو أنتم عاوزين تشوفوا هذا المشهد هو وقع فيه بين المغرب وبين أمريكا على اليمين سيارة أمازون تعطلت في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيطبل ليها الفائد فأول ما تعطلت السيارة هجموا عليها بصوا كده السلام عليكم أخي مصطفى بخصوص الفيديو نزلته على حسابك يظهر سيارة توصيل تابعة شركة أمازون بصوا جماعة السيارة دي تعطلت في الشارع في الشارع هجموا عليها الغوغاء أطلت السيارة جاءوا الناس وأخذوا محتويات السيارة سلبوها يعني نهبوها في فيديو ثاني نزلته في المغرب إنه واحد يبيع فواكه فنزلت الفواكه في الأرض فجاءت الناس يعني بدل ما تسلب وتنهب المحتويات خذت كل حاجة وساعدت بياع الفواكه ورجعت كل شيء للعربة طيب هذا الكلام وهذا الكلام يعني إحنا المفروض نبرز هذه الأشياء الجميلة هو ذا الكلام اللي انت تقوله يا محمد الفايد مش تروح تجيب أخلاق سيئة موجودة نحن لا ننفيها ولا ننكرها وتعممها وتترك الأخلاق الحسنة والأمور الإيجابية في البلد يعني أنا مهمتي الآن إن أنا أحسن من صورة بلدي لأن تحسين صورة بلدي هو تحسين لصورة الشعوب والإسلام والمسلمين لكن أنت لا أنت خبيث أنت الآن عميل لأعداء الأمة لا يكذبني أحد لا أحنا بنكذبك بللك اسمع جماعة نحن أمة الآن تستحق أن تكون فوق الأرض بهذه نعم نستحق ذلك ونحن خير الأمم ونحن أفضل الأمم أخلاقا الآن واليهود والنصارى حرفوا كتابهم والملاحد الآن صاروا ينشرون الشذوذ والأخلاق الذميمة ونحن الأمة الإسلامية هي الوحيدة الآن المتمسكة بفترتها على الرغم من كل المصائب والمشكلات نحن أفضل بكثير حالا من هؤلاء في أخلاقنا وفي ديننا وفي كل شيء أخلاق ولا يكذبني أحد أنا أكذبك أنا أكذبك هذا ما يطبعه هذه الأمة الإسلامية الآن هذه ما يطبعه هذه أشياء كلها تطبعها أنت أنت لست من الأمة الإسلامية أنت الذي تفتاري الكذب على الأمة الإسلامية وتلمع أسيادك الغرب بدك فيزا على أمريكا روح على أمريكا وبطل حلة عنها وروح ورينينا صور لنا شوارع المشردين في أمريكا في نيويورك وفي الولايات الأمريكية شوف المشردين شوف الناس اللي ماشيين مثل يسموهم الأمة الكائنات السكرانة هذا منتشر في أمريكا مش موجود عندكم في المغرب عندكم حالات قليلة جدا من المشردين موجود ولكن قليل جدا مقارنة بأمريكا أمريكا التي تعظمها وتفخمها فيها الآن يعني مشاهد والله يندى لها الجبين إن تحتاج إلى فتح إسلامي جديد إذا لم نسوي الأمور الداخلي الإنسان هو بعد أن يكون إنسان ويكون يقبل هذا ولا يكون متجبير والله الواد ما بيجمعش يا جماعة ما بيجمعش مش عارف يجمع هو بيخطب مين أصلا أنا الأقل هو مع نفسي إحنا في أمريكا لما تدخل الإدارة ممكن تدخل عند المدير بأي بسهولة لا يشعر هناك حاجز لا 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 غير صحيح مش سهل كده مش تخش كده من الباب تخش على المدير لا إذا كان هناك ضرورة تستدعي أن تدخل إلى المدير نعم نعم إذا كانت هناك ضرورة لكن كده من الباب للطاقة خشك مكان كده عشان المدير لا هذا مش صحيح غير صحيح حتى نحن في بلداننا لا يمكن أن ترى المدير سبحان الله شيء عجيب فعلا في بلداننا لا يمكن أن ترى إراك أنا كنت اشتغلت في شركة واثنين وثلاثة قسما بالله كل يوم كنت أشوف المدير مش أنت بتقول لا يمكن أن ترى المدير لا أنا كنت بأشوفه كل يوم طبعا المؤسسات الحكومية لها وضع آخر نعم ربما المدير لا ترى لا يمكن أن ترى المدير هذا يعني شبهتها بالاستحالة لا موجود ولكن بتفاصيل مش كله مش هنعمم برضو المسألة ليست عامة هناك مدير متواضع وهناك مدير متجبر وديكتاتور كل المديرين كل المدراء بتوع المؤسسات كذا لا في ناس في استثناء ما أعرف النسبة الطيب والسيء اللي يغلب لكن يوجد هذه الفئة ما تعمم برضو لا يوجد استثناء عنده حراسة في الباب وعنده حراسة في المكتب وعنده الكاتبة يعني إذا تقول لك لا وعنده هذا هو ليسه لا يعني لا يمكن أنت هذا المسؤول لا يمكن أن ترى في فرنسا ليس هناك مسؤول هو اللي يمضي على الأوراق فرنسا أعدمه تيس طبعا تضبيل الأنوة المع لفرنسا أعدمه هات الشخص في الشباك كون مره وراجل في الشباك هو اللي تأخذ معك السورة يأخذك بلف ولي اعتكت بطاقة هو اللي يسوي معك الأمر هذا الكلام موجود عندنا في مؤسساتنا برضو يعني مش فاهم يعني مش فرضو قارن بنجيئين متشابهين عندنا بعض المؤسسات فيها هذا الكلام تروح مثلا مؤسسات معينة وفي مؤسسات فيها بيروقراطية وفي فرنسا بيروقراطية أيضا في بعض المؤسسات والمكاتب في فرنسا تذهب إليها وتشعر أنك يعود في البلاد اللي أنت بتنتقدها هذه الدول العربية في فرنسا وفي ألمانيا وفي دول أوروبا وفي كندا في بيروقراطية وفي أشياء سهلة نعم ربما هم يتفوقوا علينا في قليل من هذا الأمر ما في مشكلة أكثر مننا بكثير ما في مشكلة بس الأمر برضو مش بهذه يعني عيب أنت جالس الآن تشوه صورة بلدك يا جماعة يا أهل المغرب والله هذا جالس يهدم صورة المغرب يشوه صورة البلاد العربية والإسلامية مش المغرب فقط لا لا آسف آسف ليش أنا أحدد المغرب كل الدول العربية الرجل الآن جالس يهتم الأمة ويبخس الأمة حقها ويعمم على الناس الأخلاق السيئة وليس لأن المدير ليس هنا لكي يوقع عليه هذه بلداننا إدارتنا إدارة نرى إدارة ماشي إدارة العراقيل إدارة العراقيل والقالاقيل والمصائب الكبرى الآن نحن نازل نمع هذه الإدارة الآن في 2023 طيب مين اللي بيتحكم في هذه الإدارة يا الفايد والله لو بس حكومة المغرب أو ملك المغرب يصدر قرار إنه أي واحد هعطل مصالح المواطنين سوف يسجن أو يعدم زي ما بيعمل الرئيس كوريا الشمالية لا انضبط الناس جميعا وهو فيه فيه يا ابن الحلال أنا لو حاكم أنا مسؤول عن هؤلاء أستطيع أن أتخذ قرارات تلزم هؤلاء بأن ينضبطوا يعني مثلا لو كانت عقوبة الفاسد الفساد الرشوة في بلادنا الإعدام عقوبة الرشوة هي الإعدام تخيل هكذا لن يقوم أحد بالرشوة تخيل أن عقوبة أي جريمة من هذه الجرائم أو أي هذه عقوبة قاسية كسر إشارة المرور تعرفين في الإمارات نسبة مخالفات المرور كم في السنة يا جماعة ركزوا معي في هذه النقطة عشان نديكم مثال يعني الإمارات دولة عربية أحد أصدقائي قال لي كسر الإشارة في الإمارات تكلفك آلاف الدراهم رقم أنا مش فاكر قال لي رقم كبير بما يعادل أكثر من ألف دولار تقريبا أكثر 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 قال لي لو كسرت إشارة المرور في الإمارات تدفع غرامة فورية وممكن تتقبض عليك في الإمارات لذلك نسبة مخالفة إشارات المرور في الإمارات صفر في السنة صفر بالحرف في صفر في السنة ففي هنا إدارة هم يريدون أن لا يخالف الناس المرور في حد يا جماعة عايش في الإمارات يقول لنا كم مخالفة للمرور مخالفة كسر الإشارة الحمراء في الإمارات تتخطى آلاف الدراهم آلاف 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 لكن إحنا عندنا في المغرب وفي مصر وفي الدول الأخرى الحكومة هي تريد منك أن تخالف وتدفع 200 جنيه غرامة هي هي يا جماعة والله ما بهزر الحكومة هي تريد منك حطل لك اللي هو الجهاز هذا اللي هو الرادار وعوزك تخالف هو يريد منك أن تخالف أصلاً عشان ياخد منه غرامة فلو عاوزين هذه مشكلة حكومية يا محمد الفايد إنك لا ترى المدير أنا غير مسموح بشوف المسؤول بس أنا سألك سؤال يا محمد الفايد هو إحنا لو شفنا المدير خلاص كده مشكلتنا انتحلت أنت بتتكلم في القشور يا رجل أين الأمور الجذرية يا محمد الفايد لو سمحت هي إحنا مشكلتنا نشوف المدير مشكلتنا فقط نشوف المدير أنا المسؤول يعني مش سافر عند نسيبته يعني الأوراق بمصالح الناس لا تتوقضى مصالح الناس لا توقضى شكل محمد الفايد راح لواحد وما خلصتوش ورعه ما إحنا عارفين يا عم هذا الكلام وقلنا كلام ده كله الفساد والبيروقراطية سببها الأول والأخير هو عدم الجدية في محاربة الفساد بعد أسبوع أسبوعين تعتدي ورقة سهلة ورقة يعني سهلة ما ليس في أي شيء وإن قد طلع الطبق السابع وهو طبق الخامس تحت الصفر هذه مشكلة الفقهاء للأسف الشديد المشايخ المغرب ودخلوا على المؤسسات وأعطوا تعليمات بتعقيد أمور الناس وين مين سبب هذه المشكلة يا جدعي أنت أمين مين ريحنا خلصني هيقولها دلوقتي خلونا نسمع ما هذه الأشياء هذه الأمة يعني نحن العالم والله رجع تاني لإسطوانة الأمة العالم يمر بمرحلة خطيرة 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 هناك أشياء تطبخ الآن أيوة من اللي بيطبخ هذه الأشياء أشياء تطبخ أشياء خطيرة تطبخ ولا تظنوا بأن هذا الهدوء وهذا السكوت بأن الدنيا بخير والله ليست بخير خلي بالكم بقى هنا بقى هيبدأ التخويف بصد مع محمد الفايد أنا بعد متابعة دقيقة لقناته يعتمد على التخويف والتهويل طول ما أنت خايف وطول ما أنت مرعوب من شيء هتفضل طول حياتك مهموم ومكروب وهذا الرجل ما يريده الآن للمسلمين أرهب الناس أيام جاء الجائحة وبعدين أرهب الناس في أيام الحشرات إيه قعد من سنة 2022 من أواخر 2022 لحد الشهر اللي فات الحشرات 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 ها تكلوا الحشرات يخرب بيت الحشرات سوف يغلق عنكم الغذاء سيمنع الغرب عنكم الأدوية سوف تجبرون على أكل الحشرات الحقوا يا مسلمين الإذاعات سوف تتكلم عن الحشرات التلفاز سوف يتكلم عن الحشرات سيخرج الشيوخ على الهواء ويأكلون الحشرات سوف كذا ما حصلش حاجة طلعت في شنك بح خلصت قضية الحشرات ودخل لنا الآن إيش اللي إحنا بقى إيش اللي إحنا يقولك يقولك الأمور ليس بخير إحنا فيه طرى فيه شيء طب إيه هو الشيء قل لنا هناك أمور خطيرة تطبخ إيه هي الأمور دي محمد الفايد في المعسكر الأوروبي وفي المعسكر الأمريكي يعني مسائل خطيرة جدا تطبخ الآن تطبخ يعني الرجل الأمريكي الإنساني ده المتحضر الذي لا يتدخل في شؤون الآخرين يطبخ الآن جريمة جديدة لتركيع الشعوب هو ده الأمريكي اللي كان بيمدحه من شوية هو سبب كل الفساد وهو سبب الانقلابات والحروب والأسلحة وهذه الضمار قل لك الإنسان أحسن منا أخلاقا يا رجل أحسن منا أخلاقا وين يا رجل يا رجل لو كانوا أحسن منا أخلاقا لما استبيح عرض ستة وسبع من عشر مليون فرنسي كانوا ضحايا سفاح القربة هؤلاء الذين تقول عنهم أحسن منا أخلاقا وهذا الخبر على فكرة أنا عارفك بتعرف الإنجليزي الفرنسية أهو الخبر أهو عشان ما تقولش النداء أنت اللي نشره يا رجل في فرنسا مية في المية من النساء تعرضنا للتحرش في وسائل النقل الباريسية يا رجل هذه فرانس فرانس فان كاتر بتقوله 24 بتتقل الزاقة معها فرنسا 24 الرسمية يا رجل في فرنسا يقولك العنف 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 في الشارع العنف في فرنسا كل سبع دقائق امرأة بتغتصب دون محاسبة والأمم المتحدة تعترض يا محمد الفايد العنف موجود في أمريكا وفي فرنسا وفي الدول الأوروبي وهذا لا ينفي وجود بعض الأشياء هذه موجودة موجود عندنا زي ما موجود عندهم وخلاص وانتهينا ليش انت تستثني الأوروبيين وتخليهم ملائكة وتخلي احنا شعوبنا احنا شعوب سيئة موجود عندهم عنف وعندهم اقتصاب وعندهم ضرب نار وعندهم كذا وعندهم حوادث قتل وعندهم عندهم كل شيء عندهم يا رجل 330 ألف طفل ضحية اعتداءات جنسية الحمد لله الفقهاء والشيوخ ما عندهم هذا الشيء لو كان عندهم كنت زليت نبيهم كنت زمانا كفرت المسلمين 330 ألف طفل ضحية اعتداءات جنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا من سنة 1950 الحمد لله الحمد لله أمورنا طيبة يعني أنا عندي لكم خبر آخر هذا الخبر هذا الخبر من آآ المانيا الشرطة عثرت على ملايين الأفلام والصور الإباحية لأطفال أعمارهم تبدأ من شهر واحد آآ عشرات التيرابايت يا جماعة 32 تيرابايت 32 تيرابايت حصلوا عليها كلها أفلام جنسية لأطفال يغتصبون هو ده الإنسان اللي انت عملت اندح فيه هيجيلي بقى الفايد يقول لي ها ها أنت تأتي بحالة وتعممها يا زلما أكلمك عن تيرابايتس تيرا 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 ساعات طويلة هيقول لي والله هذه حالة فردية إيش رأيك أقول لك أن احنا برضو عندنا حالات فردية ليش أنت تعمم علينا خلاص جميل جميل أنك تدافع عن هؤلاء يلا طبعا ما يقدر يقول هذه مش حالة فردية جماعة ملايين الأفلام ملايين رقم وعلى فكرة الخبر موجود في صحيفة في صحيفة ألمانية ليس كلامي أنا هذا الكلام أهو موجود في صحيفة بيلد الفيديوهات مدة الفيديو ربعين دقيقة اغتصاب لطفل عمره من كم من أعمار من أشهر إلى سنوات خمس ست سنوات هذا هو الإنسان الغرب الذي يطبل له الفايد نكمل ما سيقع لا لا بالضبط لا لا يمكن أن طبعا نحن لا نعلم الغيب لكن ما سيقع أكيد أنه أسود ما سيقع طب ممكن مش ممكن يكون أحسن يا جماعة الخير بالله عليكم أسألكم بالله من الناحية المنطقية مش ممكن القادم يكون أحسن هو بيقولك أنا ما عرفش إيه اللي هيحصل بس يبقى أسود مش ممكن الأمم هذه تزول وتهلك ويبدأ حز الإسلام والمسلمين أو مش ممكن يبقى الوضع كما هو عليه لمدة سنوات قادمة ليش أنت دايما أسود فأسود كده بيقولك أنا أوه تعالوا لا بالضبط لا لا يمكن أن طبعا نحن لا نعلم الغيب لكن ما سيقع أكيد أنه أسود عايزي سود عشتكم يلي بتتبعوه مبسوطين بيه بيسود عشتكم وبيخوفكم وبيرهبكم مش عارف يحبوه لي اللهي مصيبة فهذه البلدان يجب أن تفهم وضعها لأن أي مصيبة أي كارثة ممكن أن تقع في أي دقيقة طب إحنا نعملي بقى أنت وفين الحل الدول الغربية تتآمر وعندها خطة والقادم أسود إيه المطلوب نعمله إحنا نتحرق نعمل إيه عنه فورا بس قولينا بس حاجة قولينا على شيء خطاب هزامي فقط هو يريد بث الرعب والخوف والذعر والإرجاف في صفوف المسلمين لا يعطيك هو مين السبب في هذا الضمار وهذا التأخر وهذا التخلف لا يعطيك سبب المشاكل في الحكومة ولا أي شيء هو أنتم يا شعوب المغرب والجزائر ومصر وسوريا والعراق وأنتوا السبب وأنتوا سبب تخلف الأمة وأنتوا سبب كل شيء وأنتوا سبب تشريد الناس وأنتوا سبب خروج الشباب إلى مراكب الموت أنتم أنتم يا الشعوب والله أي كارثة ممكن أن تقع في أي دقيقة كما وقعت الجائح طيب ما هذا معروف ممكن أنا بقول لكم ممكن تحصل كارثة في أي دقيقة إيش اللي أنت أضفت يعني نستقف لك برافو وممكن تحصل شيء إيجابي ممكن تحصل كارثة تحلي كارثة وممكن تحصل شيء إيجابي مش فاهم إيه الفكرة يعني الناس مسافرين ومعليهم بهم ليش هانين حتى أغلقت الأمر ودخلوا الناس يعني كان الرعب يعني يعني وعاش الناس ممكن أي مصيبة تقع في أي دقيقة الآن دوليا طبعا ممكن يعني البلدان يصيبوها معليا طيب ماشي نعمل إيه نظر بأننا يعني نحن تخلصنا الآن من الجائحة ولكن ربما تكون جائحة من شكل آخر أيوه اه 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 الناس لسه بتفوق وبدأت تفوق وبدأت تمشي وبدأت الناس تنتعش هو إيه بخوفهم من إنه جائحة قادمة أخرى طبعا ما تكون جائحة حربية ما تكون جائحة مجاعة 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 لمستوى المجاعة ممكن تكون يعني حتى يعني يعني نشر هذا يعني اخونا الكريم اه جليل يقول يذكرني بمنافق المدينة نعم اخي سامي اه اخونا سامي انا قلت دا في بداية البث هذا الرجل يمارس دور عبدالله بن ابي بن سلول بالحرف الواحد الارجاف التخويف التشويه تعظيم الكفار وتحقير المسلمين والمؤمنين هذا ما يفعله الفائد هذه كلها صفات المنافقين هو رجل يفخم الغربي والرجل الغربي والأوروبي ويتناقض الآن يقول لك يتآمر الآن يعني ما يشفهم هذا الحكومات المفصولين هو الغربي هذا هو كل شيء هو السيد وإحنا ناس حقراء والعياذ بالله وكذا 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 وهذا ما يصف به الناس ويعمم على الشعوب ويأتي بالأشياء السلبية عندنا ويمدح الغربيين على أشياء ليست عندهم هاتك الأخلاق كذلك يعني أعذى لدى الناس لا يكون هناك أي أخلاق لأن قوانين ستصدر وتطبق وهذه الأمور كلها ناشية منظومة ماشية خطير هذا الكلام منظومة ناشية كلها فيها قوانين فيها مسائل هذه كلها فيها إمتى الكلام هذا محمد الفائد يعني الكلام هذا سيحصل إمتى يعني دخلين فيها حقوق المرأة أو حقوق الطفل يعني ممنوع تربية الطفل على بعض الأشياء ومدخلين فيها أشياء كثيرة هي ماشية يعني يعني ستخرج على فكرة هو بهيئ الناس في المغرب إلى تقبل هذه القوانين ركزوا مسلمين هو في بداية البث لما تكلم قال لك إيه قال لك نحن نريد إزالة هذه الأوساخ الأطفال والحقوق المرأة وكذا والغرب ينتقدون ويدقوا لنا يجب أن نعدل هذه الأمور وكذا 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 الآن يقول لك الغرب سوف يفرد هذه القوانين في بلادنا الإسلامية حقوق إيش حقوق الطفل هم يريدون منك ماذا ألا تربي طفلك هذا الكلام والمرأة حرية الزنا وحرية الإجهاد وحرية الكذا هذا الكلام ما بدأت به حكومة الحكومة الحالية بالصيف المقبل إن شاء الله ستخرج وسلخ بس بس بقول لك إن شاء الله يعني بقول إن شاء الله يعني على أساس أن هذا شيء طيب بس يا جماعة أسمعوا وركزوا في الحتة دي أنطقه الله لأن قوانين ستسدر وتطبق هذه أمور كلها ناشية منظومة منظومة ناشية كلها فيها قوانين فيها مسائل هذه كلها فيها فإن دخلين فيها حقوق المرأة وحقوق الطفل يعني ممنوع تربي الطفل على بعض الأشياء ومدخلين فيها أشياء كثيرة وهي ماشية يعني ستخرج قبل الصيف المقبل إن شاء الله ستخرج أيوة الله عليك يا محمد الفايد يا سلام عليك يا سلام عليك ستخرج إن شاء الله الصيف المقبل ستخرج إن شاء الله الصيف المقبل وفيها قوانين والأطفال والنساء وكذا هو يهيئ عقول الناس لتقبل هذه الأشياء حتى لو انتقدها بدون هو لم ينتقدها بالمناسبة بس حتى لو انتقدها شوفت بقى يا جماعة يعني احنا كلنا سنخضع لهذا على فكرة ده نفسي كلام لما قالك إن الأشرات سوف تنج فاكرين لما كان بيتحدانا بإن في دولة إسلامية واحدة تنكر الشذوذ الجنسي وتنكر الحشرات وأنا قبلت هذا التحدي في الفيديو الأول اللي أنا عملته في الفيديو الأول اللي أنا عملته هو نفسي كلام هذا قاله تحداكم وكذا ولا يوجد دولة وكذا يا زلمة السعودية ورغم أن نختلف مع الحكومات هذه تعارض الشذوذ في الأمم المتحدة وما زال الآن مجرما في كل الدول العربية يا رجل تقل لا يا رجل اسمعوا هذا يهيئ عقول الناس هذا شغل تهيئ هو ده شغل المخابرات بقى هو ده شغل المؤامرات والمخابرات والكلام الفاضي ولا تركيا ولا إيران الآن هذه البلدان كلهم في الدين اللي أسبق يأخذها سبقة أوروبا تأخذ هذه البلدان سبقة أمريكا تأخذها طبعا كل هذا إرجاف أنا لما أحس أنه في خطر من الغرب أقول يا ناس استعدوا للحرب ضد هؤلاء وإحملوا سلاحكم وإقفوا على حدود بلادكم وقاتلوا هؤلاء ولا تسمحوا لهم أن يفرضوا عليكم شيئا أنا فعلا عاوز حل أنا أقول لكم الحل الحل هو أنه إحنا نتوحد كأمة إسلامية واحدة ويكون عندنا جيش ويكون عندنا اقتصاد ويكون عندنا كل هذا الشيء هو يقول لا الدول الغربية تأخذنا كذا هو يقول يجزم هو لا ينفي يجزم البلدان هذه سبقة روسيا تأخذهم سبقة اليابان والصين تأخذهم الصين غدا تأخذ البلدان كلها لذلك البلدان العربية كلها بداية تطبع مع الصين وبداية تصاحب معها طبعا الصين الآن نظام شيوعي لا يعترف بالله ولا بالإسلام ولا بالبشرية طيب ببعدين ويكون عنده الموت هي طيب ببعدين هنعمل ليه يعني نستسلم ليهم الأصل هذه ممكن يمسح هذه البلدان هذه كلها يمسحها يعملها في شقارة بخان شوي ويرمها غير صحيح يا رجل أنت شيطان يا محمد الفايد أنت شيطان رجيم يا رجل تخوف الناس بالفقر والقتل والجوع والضمار والقوانين وا 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 وجالس عمال تقول والله وكذا ونريد فتوى عائل الأمة إيش هذا يعني هذه البلدان يجب أن تفهم نحن لا زلنا مع التقليدانية إزاي باء نتخلص من هذه يعني إحنا إهل محمد الفايد عاوزوا عشان نتقدم ونواجه الدول الغربية اسمعوا عدنا أستاذنا في الجميع الله جزيزي خير أنا في المغرب هو اللي اختارها هم عاوزين نشيل ما تبقى من أحكام إسلامية موجودة في القوانين الدول العربية وهنا يرضى عنك أعداء الأمة وربما يسمح لك أن تتنفس وتتقدم هذا ما يريده محمد الفايد سواء قاله صراحة أم لم يقولهم طيب هو طبعا بيكلم عن أستاذ لي ومش عارف جماعة أنتوا لسا لسا ما زهقتوش إحنا دخلنا على ساعتين زهقتو ولا لأ يعني يكفينا اللي فات خلونا نكمل شوية نصف ساعة ونقفل لأن الحلقة 48 دقيقة وأنا لحد الآن علقت على 21 دقيقة وتعمدت أن أفعل ذلك حتى لا يقول قص الفيديوهات ولسق الفيديوهات لا على الهواء أمامكم شغلت ثانية ثانية وخلي بالكم وأنا عملت ده برضو متعمدا عشان أرد على أنصار الفايد اللي دايما يتهموا الناس بالقص أنا عايز أسألكم سؤال هو أنا لو جلست أرد على فيديو الفايد وعرضته كاملا عارفين المدة الحلقة تبقى كم؟ خمس ساعات أنتوا عاوزين كل العلماء والدعاء والمشايخ يردوا على محمد الفايد زي ما أنا بأعمل كده؟ ده هذا ضرب من الجنون هذا جنون أنا أخذ الجزء اللي أنا عاوز أرد عليه وارد عليه أنا عملت كده بس عشان أقيم عليكم الحجة فعلت ذلك فقط حتى أقيم عليكم الحجة حتى لا تأتوا وتقولوا هذه الحجة الفارغة وإعرض الفيديو كاملا كلام فارغ مين هيعرض فيديو كامل؟ أعرض 48 إيه عشان أرد على نقطة فيه ده هبل ده جنون حتى ما فيش حد يبيعملو أصلا لا يوجد لما عالم بيرد على شخص في كتاب ما بيعرضش كلامه كله ويأخذ الجزء اللي هو فيه خطأ وبيرد عليه وجزاول الله خيرين وهذا الأستاذ هذا قرأ معايق بن عباد فستات وكنا نجلس في طاولة واحدة طيب فهذا التقليداني عليهم هذ البلدان هذي يجب أن تفهم حقيقة بعدها على الأقل نحن نازلنا مع المسائل التقليدية حتى أصبحت تقليدانية طيب يعني نعمل إيه يا ابن الحلال قولنا نعمل إيه ولا تعبنا أصل فلا زال الناس هذه البرلمانات الحكومات الأحزاب الجمعيات الحقوقية هذه الأشياء الآن يعني تقليدية قديمة هذه نسمي البنيات هذه البنيات السياسية والاجتماعية في كلية هذا في كلية الحقوق يقرأوا هذه البنيات السياسية اللي هي الأحزاب اللي هي المنظمات اللي هي عشين هذه البنيات السياسية الآن هي حفريات الآن طيب نعمل إيه فيها يعني أنا نطالب الملك المغرب بإصدار قرار ملكي بحل الأحزاب والمنظمات والأمور هذه نعمل إيه؟ أنا عايز أفهم والله بجد والله يا جماعة أنا زيكم أنا عايز أفهم لا دورة له طيب فيها الأحزاب وفيها والله أحلى اعتراف منك هذا اعتراف رسمي من محمد الفايد أن كل ما يحصل في البلد هو بيد الملك محمد السادس بيد الرئيس مثلا عندنا في مصر الحكومات هذه كلها أمور شكلية والأحزاب كلها أمور شكلية حقيقة هو أصاب في هذه النقطة وبالتالي تقع المسئولية في كل شيء على الملوك والرؤساء والأشخاص اللي هم معهم السلطة اللي معاه سلطة إصدار قرار ملكي أو قرار سيادي بمعنى محدش يقدر يعترض عليه هذه لا دورة له الأحزاب الآن صبحت من الحفريات لا دورة له نعم كويس هذا الوضع يجب أن نفهم الوضع لماذا؟ بس أمريكا والغرب يا محمد الفايد عندهم أحزاب يعني إحنا نعمل إيه؟ يعني نعمل نبتكر نظام جديد؟ ما إحنا بنقول لو قلنا نعيد نظام الخلافة تقول على أننا متخلفين نظام الخلافة الملك أو الخليفة وعنده أهل الحل والعقد مجلس شورى كذا من أهل الإختصاص في كل المجالات هذا هو اللي إحنا بنطالب به لو أننا طلبنا بذلك ربما أنت اتهمتنا بالتطرف لأننا لا قدر الله وهذه البلدان على ما هي عليه الآن وخرجتش كاريتها مثل الجائحة أنا لا والله ما قادر نتصور لا أقدر أن أتصور هذه البلدان كيف ستكون وكيف سيكون وما صاره هذا عادم جداً إيش المشكلة؟ جاءت حوادث سابقة كثيرة جداً جائحات وزلازل وبركين وعاصير والناس لا ماتوا من الجوع ولا حصل شيء يعني أنت محسسني يا محمد الفائد أننا في العصر هذا على فكرة هيقي واحد بعدك بمئة سنة ويقول نفس الكلام اللي أنت بتقوله ده وفيه ناس كتبين في كتبهم من مئتين سنة أنه خلاص القيامة هتقوم وفيه ناس مجانين في من خمسمائة سنة قالك المهدي خلاص طلع يعني يعني محمد الفائد اللي أنت بتعمله هذا إرجاف وتخويف ليش؟ تيجي جائحة أخرى والناس عادي جداً تنهط تخطاها ويموت مجموعة من الناس والحياة تكتمل أنا لا أقول أن هذا شيء إيجابي أنا أقول أنه الرجل يهول الأمور ويكبر الأمور ويرجف ويخوف الناس إذا حصلت هذا قادر الله وقضاءه والله سبحانه وتعالى هو الأعلم ليست أنت ولا أنا بالعكس ممكن يكون هذا يعني كساد على الغرب وبداية جديدة لبلادنا إيش المشكلة؟ أنا ما أعرف أنا لا أعلم الغيب بس أنت ليش أنت تتوقع هذا في الجائحة كان هناك الأكل والأدوية أما في الآتي التي ستأتي لن يكون هناك أكل ولا أدوية الشيطان يعيدكم الفقر هذا هو الشيطان قل لك مش هتلاه لا أكل ولا أدوية ماذا ستفعلون؟ ولا حاجة هنزرع الأرض وناكل ونشرب ونعيش حياتنا والمريض اللي عنده مرض مزمن محتاج إلى دواء خطير معين يقدر الله ما شاء فعلها يموت مش كل الناس يعني مرضى يعني عندنا مرضى مثلا السكر مثلا عددهم قليل عندنا مرضى كذا خلاص وهنبتكر الحاجة أم الإختراع الأطباء هيبتكروا أدوية وأشياء مادة الأنسلين والأمور هذه والله لو أن الدول الغربية منعت عننا هذه الأشياء لا صنعناها أنا أعمل حلقة كاملة في حلقة كاملة حلقة كاملة عن هذا الموضوع ماذا لو قطع الغرب عننا الدواء والغذاء؟ والله سنكون في أحسن حال بل إن سبب كل المصائب والكوارث عندنا هو أن الغرب يضع يدو علينا لأن الحكومة ستضطر إلى إصدار قرارات فورية بزرع الأرض وإعطاء أراضي للناس وحرية كذا وحرية التجارة وحرية الاقتصاد وحرية إنشاء الشركات ستكون طفرة كبيرة زراعة القمح وزراعة الأرز والتوسع في الأراضي الزراعية وإذا ما نعيشون على خمسة في المئة نعيش على هكذا يعني هذه بداية إذا حصل هذا الأمر بالعكس هذا شيء طيب وعدين الله سبحانه وتعالى موجود هو يتولى المسلمين والمؤمنين وهو الذي تكفل بالرزق لنا جميعا مسلم وكافر حتى هل تظنون بأنهم لا يعلمون بأن التحكم هو عبر الأدوية والأرض هم لا يستعملون الأسلحة بالله لا يستعملون الأسلحة إنها أخطر سلاح والأدوية والأغذية لو قطوا عننا الأدوية والأغذية هم الخاسر الأكبر يا رجل هم يستفيدون مالا هم لا يريدون قطعها وإذا قطعوها هم اللي هيخسروا وإحنا اللي هنكسب آفيتح كمنوا في الأغذية والأغذية خلوا هذه البلدان تموت بالأمراض والجوع يعني كأن الناس كلها مرضى كأن الناس كلهم مرضى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع المسلمين كل الشعوب الآن 99% من الشعب مريض طرى يعني نسبة المرضى 10% 20% يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى وحصلت جائحة أو أشياء من هذه خلاص ماذا نفعل كل الناس وقفين طوابير على المستشفيات كل الناس هيموتوا من الجوع ما هيموتوا من الجوع قبل التطور والتقدم هذا وقبل ما تخلق هذه الدول كلها كانت بلادنا أحسن بلاد وكانت أحسن خيرات موجودة فيها بلاد المغرب هذه كانت البلاد التي تصدر الخضار والغذاء لأوروبا كلها وما زالت إلى الآن المغرب تصدر بريطانيا حصل فيها أزمة في الغذاء بسبب أن المغرب تعطل منها التصدير أو تسدو هذا الدجال تموت بالأمراض وبالجوع لأن كل الناس يتناولون أدوية كل الناس يتناولون أدوية أنا الحمد لله أنا أقول عن نفسي أنا لا أتناول أدوية كم واحد من المسامعين الآن بيثناول أدوية وإذا يمنع عنه هذا الدواء هل هيموت وفي ناس ممكن بياخد الدواء مثلا يعني فقط أعراض جانبية لكن في ناس كتير ما بياخدوا الدواء وحتى اللي بياخدوا الدواء الله سبحانه وتعالى يجعل لهم أخرجا يبحثوا في الأعشاب وشدت عشاب وعطار وإيش مهمتك أنت يا عشاب يا محمد الفائد إيش مشغلتك لما إحنا نموت من غير مش في ناس زيك كده يطلعون لنا وصفات وأشياء عشان نتعالج ولا أنت خلاص الوحيد في الأمة اللي عارف ومحدش عارف ماذا سيعمل الذين تنهون كورتيكويدات عندهم أمراض منع يداتي ماذا لذين تنهون الذين مخففات الدم لعلم أمراض القوم كم عددهم كم عدد هؤلاء أنا لا أقول إنهم يموتوا بس كم عددهم يعني يعني كم عدد هؤلاء في أنا أسألكم عشان تعرفوا بس كمية عدد النس دي كم واحد فعلتك عنده هذه الأمراض هل هم غالبية ولا واحد بالمية في كل مية واحدة لا واحد ماذا سيعمل الذين يأخذوا للأنس إلى عندهم سكري ماذا سيطرقون هذه البلدان يعني أكثر من نصفها قد يموت بالأمراض والنصف الآخر يموت بالجوع يا سلام والله إنك كذاب يا رجل الحرام عليك يا مرجف يا مرجف يا منافق أنت منافق نعم أقولها بملء فمي أنت رجل أنت تمارس دور المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله أخوفك بالله تدعي أنك تعرف القرآن وتحفظ القرآن وكذا أنت تنافق وترجف وتخوف الناس قل للناس إذا قطع عنا الغرب الأدوية وهذه الأغذية سوف نزرع بأيدينا ونصنع بأيدينا وننتج كل هذه الأشياء لا نحتاجهم عندنا والله لا نحتاجهم فهذه البلدان يعني أنت فهم على الأقل المواطن أولا نبدأ بالمواطن دائما إيش نعمل يعني طب إحنا عشان نحل المشكلة دي نفضل فيه نعمل إيه قل لنا مواطن بعد يرشد ويقتصد ويفهم ويعرف الأمور أين تمشي واللي يقدر ينتج ينتج لأن بلداننا إلا بقات على هاد نسبة الإنتاج الحالية إذا بقيت على نسبة الإنتاج الحالية ستباع في سوق الرقيق طيب مين اللي يقدر يحرك عقلة الإنتاج من أنا 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 كده أطلع في الشارع دلوقتي أنتج لوحدي كده يعني هنزل الشارع أنتج مانا لو توفرت لي الأدوات مش هسافر أي بلد آخر أبحث عن فيزا ولا أروح أوروبا ولا أروح إلى السعودية ولا إلى دول الخليج كيف أنتج وأنا الحكومة عندي تعطل الإنتاج كيف أزرع أرض وين أزرع أزرع فوق السطح فوق السطوح وعندنا أراضي شاسعة الحكومة عمل عليها سياج ممنوع تقترب منها عندنا أراضي عندنا أراضي واسعة والله لو تفتح الحكومة أنا أقول قرار ملكي في السعودية أو في مصر أو في الإمارات أو في أي دولة قرار ملكي كل من يأخذ قطعة أرض يزرعها فهي له وهذا على فكرة مبدأ إسلامي على فكرة بالمناسبة بس حتى نستعرف يعني هذا في الإسلام لو في أرض هكذا ليست ملكة للدولة ولا للحكومة ولا للشخص آخر وأخذها شخص وزرعها واستصلحها فهي له أنا بقول لا بيعوا الأراضي بس ما حدش يفكر أنا هتكلم تدرج بيعوا الأراضي بدل الفدان بخمس تلاف درهم بعشر تلاف درهم تلاقي كل الناس يروح يشتروا ياخد فدان ويفضل بقى يروح يتعب بقى ويشأ يعني بيشتغل في أرضه في بيت في طينه يروح يشأ ويروح يجيب كذا ويجيب طمي ويحطه وكذا ويزرعها ويبنيلوا حطة بيت صغير في هذا المكان وكذا ويجيبوا الخدمات الكهربائية وكذا ويزرع عشان ينتج هكذا هكذا تبدأ العملية عندما تريد الحكومات ذلك ستفعل وستفعل ذلك متى عندما تضطر إلى ذلك لن تفعلها هكذا طوعيا أو ربنا سبحانه وتعالى يهدي هؤلاء الحكام يهدي هؤلاء الحكام لكن كيف أنتج أنا الآن عايش في بيت غرفتين وصالة ومطبخ وحمام أزرع وين أزرع في البلكونة أزرع فوق السطح ممنوع أزرع العمارة هنا كل السكان ما يستطيع أحد يطلع بالسطح إلا بإذن من الأمن يعني مش كل الناس عندهم بيوت مستقلة كيف وين نزرع وين ننتج وستعلمون أنا قلت قبل سنتين بأن دول بيترول هي التي ستتضرر والدول الآن انتقل إلى دول البترول لماذا؟ لأن هذه البلدان عودت على مال بيترول وتشتري أي شيء وليست في العالم أقول لك أنا عندي مال أشتري قمح أشتري حلويات أشتري سكر أشتري سترون طبعا هو بيهدد الدول البترولية الآن بيهدد القطر والسعودية والإمارات وكذا أعيز أقول لك أن قطر لما حصل عليها حصار هذا مثال جميل اكتفت ذاتيا من كثير من الأغذية والألبان والأمور هذه استوردت يا رجل بقر وعملت مزارع بقر الآن الآن اللبن ينتج محليا في قطر كثير من الأغذية التي كانت تستوردها قطر في فترة الحصار الكام سنة لحصرتها السعودية والإمارات والبحرين استطاعت أن تكتفي ذاتيا من كثير من المنتجات فالحصار ليس شر بل عكس هذا خير خصوصا إذا جاء من أعداء هذا سيقع لكم سترون دول البترول هي الدول التي ستضرر رقم واحد أيوة سيكون مشكل خطر لماذا؟ هم يعلمون جيدا لماذا هم الآن يحاولون ما أمكن لكي يجدون استعمالات أخرى لا تحتاج بترول طيب نعم هكذا يفعل الغرب أنا سألك سؤال لمحمد الفايد الدول العربية اللي عندها بترول دي متى اكتشف البترول في القطر وفي الإمارات وفي السعودية جماعة أو في الكويت سؤال بس متى اكتشف البترول في الدول دول الخليج من سنوات قليلة يا رجل قبلها كان الناس يعيشون نعم كانت حالتهم مدقشفة بس كانوا عايشين ما كانوا بيموتوا ولا من جوع ولا من فقر ولا من أي شيء الناس في القطر وفي الإمارات وفي السعودية كانوا عايشين عادي جدا ويا محلى حياة البداوة والله نتمنى أن يعيش مع البدو والله ناس ما شاء الله عليهم من الطاقة الشمسية يعني مهم يبحثون على بديل لكي لا يستعملوا البترول ليهائيا ولا الغازل ولن يستطيعوا أن يستغنوا عنه مهما فعلوا لن يستطيعوا عشان تنتقل من هذه من البترول ليبقى البترول هيحتجوا هيحتجوا حتى السيارات الكهربائية الآن بدأت تحصل مشاكل فيها وبدأت الشركات ترجع مرة أخرى تحط تانك للبنزين مع السيارة الكهربائية لأنهم عارفين لأن هذه الطاقة الطاقة الكهربائية ممكن أن يحصل فيها مشكلة لو انقطعت الكهرباء ما تعرفت أن تنشي بالسيارة نفس المشكلة وحتى الآن هذه التجاريب ممارسة التجاريب رأيتم بأن أوروبا الآن ملتقطعت عليها روسيا هذا الغاز الغاز الآن ماذا وقع لا شيء لا شيء إزاي يا محمد الفايد إزاي لا شيء ما شنقع لا شيء ما عندتها مشكلة طبعا كان مشكلة للتدفئة مقصرية لدى الناس يعني اقتصد يمكن أن أوروبا قدرت تواجه لحد الآن يقادر على المواجهة غير صحيح نعم هم استطاعوا أن يجدوا بدائل لكن دفعوا كثير الآن اللي كان بيدفع ميد يورو فتورة تدفئة أو غاز الآن بيدفع ربعمية وخمسمية أنا أعرف واحد صاحبي قال لي تلتميت يورو في الشهر حقا زي كده بل هناك ناس كثير الآن الحكومات أصبح عندها مشاكل كثيرة جدا فنعم هم استطاعوا أن يجدوا بدائل ولكن هذا على حساب المواطن يعني المواطن هو الذي دفع هذه الأشياء تخيل أنت في المغرب تدفع خمس تلاف درهم أو ألف ألفين درهم أو ثلاث تلاف درهم فتورة كهرباء بس فقط فتورة الكهرباء خمس تلاف درهم تموت الناس صح حسب كلامك هكذا يفعلون في أوروبا الآن لكن ما ندري لماذا لأنه عنده متنفس عنده غاز قطر وعنده غاز الجزائر وعنده غاز ليبيا وعنده طبعا ليس ممكن استغني إلى روسيا لكن في وقت ما لما لا تجد غاز هذه البلدان ماذا ستعمل عليني ستجدوا لأن هذه البلدان ليس لديها ما تأكل الغاز سيباع دائما وستجدوه دائما ورخيص فأول النقطة الأولى طيب يا جماعة الخير أنتم تعبتم ولا لسه بقد والله عاوز أستطلع يعني بصدق عاوز أستطلع أراء الناس أكمل ولا ما أكملش أنا الآن وصلت إلى تقريبا نصف الحلقة 25 دقيقة أخذت مني ساعتين وتلت هل أكمل لأنه الكلام كتير جدا والكلام يعني فيه رغي وحش وكثير هل اكتفينا من هذا الكلام هل هذا الكلام كافي والله كثير كثير يعني لسه لسه معنا لسه يتكلم كمان هيتهم الشيوخ أنهما سبب المشاكل في البلد وأنه الغرب هذا الرجل لسه لسه فيه كلام كتير خلونا نكمل لحد ثلاث ساعات إلا يعني على مستوى المواطن أن يكون هذا التأثير الداتي أنت مع نفسك لكي تعيش مرتاح فصفي نفسك صحي سهلة طيب نصفي نفسنا والأمور أنت وجماعة بص يا جماعة لو سمحتم نصفي النية نعمل كده تجمع على الفيسبوك اسمعوا جماعة نعمل تجمع على الفيسبوك الشعب المغريبي والشعب المصر والشعب اللبناني والشعب الكذا تمام نقسم بالله وكذا أن احنا نصفي نفسنا وأمورنا تمام وسنصلي الفجر وسنفعل كذا وسنلتزم بكذا فأنتوا تناموا تشدوا اللحاف وتصحوا الصبح تلاقي الحكومة تعدلت والأمور تعدلت والشوارع تلع فيها تشالد منها المشاكل وصارت الأسواق رخيصة وكل شيء يعني يقلل الناس يعني لا زال ويعيشون في يعني في السنوات للهذا أن يقلل الناس شيئا ما من عنف الكلام أيوان وقلل الحلول هي الحلول العملية يلا عشان نتقدم يا جماعة قلل العنف الكلام عنف التصرفات وعنف النظرات عنف النظرات بلاش تبصوا الشباب بالله عليكم يا شبابنا بالله عليكم شبابنا هذا كلام أنا بجد بطلوا تبصوا على البنات عشان أنتم السبب أنتم السبب في أنه إحنا الآن مش متقدمين وكأنه الغربيين ما ببصوش عن نسوان يا رجل الغربيين بيغتصبوا النسوان بيجيبوهم على طول مباشرة بيزنوا أعوذوا بالله بيبصوا بعض في الشوارع يا رجل الشواث بيبصوا بعض في الشوارع في أوروبا علنا جهارا نهارا كلام شيئا ما لنصبح إنسان نحن لازلنا نقترب من الإنسان نحن غير بنو عم الإنسان بنو عم الإنسان يقصد القرود طبعا هو محمد الفايت قريبا سيفصح عن رأيه في موضوع التطور وهو يؤمن غالبا بداروين بس خلونا من هذه النقطة أما الإنسان روالي في أوروبا وأمريكا إيه بصوا كده خلي بالكم هو بيشبهنا بالحيوانات تركزوا في هذه النقطة نحن بيقول لحن بنو عم الإنسان أنهما يقصد بهم القرود التي هي يقولون أصل الإنسان حسب الكفار وبعد كده يقول لك الإنسان موجود في أوروبا ركزوا هذا احتقار وازدراء للإنسان للمسلم عنف الكلام وعنف التصرفات وعنف النظرات وأن يقللوا الكلام شيئا ما لنصبح إنسان نحن لازلنا نقترب من الإنسان نحن غير بنو عم الإنسان أما الإنسان روالي في أوروبا وأمريكا هذا هو الإنسان الحقيقي لماذا؟ لأنه لا يتكشف عورة الناس تخيلوا الآن هو هذا قطح يعني الناس اللي بتابعوه هل أنتم حيوانات؟ محمد الفايد يقول لكم أنتم حيوانات أنتم بنو عم أنتم لسه ما اقتربتوش من الإنسان ترى الإنسان الحقيقي موجود في أوروبا ما كينش في المغرب ما كينش في مصر ما كينش في لبنان كين في أوروبا كين في أمريكا كين في أستراليا كين في كندا ها أنا بكلمكم بالدارجة المغربية هذا محمد الفايد عاجبكم هذا؟ والله هذه كارثة هل يعقل فيه واحد يتابع هذا الرجل وهو يهين المتابعين ويهين المسلمين ويقدم الغرب والإنسان الغربي على أنه ملائكة تمشي على الأرض والله أنا أترك لكم الجواب الأقل الأمريكي لا يتكشف عورات الناس بالعكس الأمريكي تكشف عورات الناس وأنت تتكشف عورات الناس وعلى فكرة محمد الفايد بيقول كده ليه هو زعلان عشان فيه ناس بينتقدوه محمد الفايد عاوز يطلع يتكلم وينتقد الشيوخ وينتقد البخاري ومسلم وابن ثيمية وابن كثير وما حدش يرد عليه ولما نرد عليه أقول لك أنتو تتتبعون عورات الناس والنميمة والغيبة طب أعمل لك إيه؟ ما أنت طالع تهبد وتتهبل وتتدجل وتخوف وترجي في الناس وأنا برد عليك أعمل إيه أنا فيك؟ اسكت خليك في تخصصك أنت تكلمت النهاردة في هذه الحلقة في مئة حاجة تكلمت في التفسير تكلمت في الاقتصاد تكلمت في الاجتماع تكلمت في الجريمة وتكلمت في كل شيء في كل المجالات يا رجل في البترول ما تركت شيء بتاع كله سبحان الله ومش عاوز الناس يرد عليك هو زعلان محمد الفايد اللي هو بيعمله ده كله بيشتم مين زعلان إنه الناس بينتقدوه ما يطلق على القفة ماذا اشتريت ولا يسولك على النوع الجهاتيف اللي عندك ولا يعني يكملك من الأطل إذا ما عبد الله عليكم هذا الكلام هو فعلا عام في المغرب والله بصدق أنا أسأل سؤال بصدق أنتوا عندكم في المغرب أنا لو ماشي في الشارع الناس تتعد تقول لي التليفونك ده نوعه إيه ومش عارف إيش وإيش اللي في القفة وكذا يعني لو في مرة مشية في الشارع مرة مشية في الشارع ماها أفة فيها أكل وكذا بالناس بيوقفوها أنزلي حق وريني إيه اللي معك يعني الكلام ده والله لو حصل فعلا تبقى مصيبة يعني الناس أجيبوني يا أهل المغرب صراحة هذا كلام خطير جدا أنا عند اتصال من المغرب في حد مصر يتصل بينا من المغرب خلوني أشوف يمكن ألو ألو أيوة أنا على اللايف يا أختنا الكريمة أنتوا تتصل عشان تتشارك في اللايف أنا ما عنديش مشاركات لا لا أنا أريد أن أتكلم لأني لقيت أنا كنت أتكلم وعلى الفيد وعلى ما يعني الكلام لي كي يقولوا كي يخافوا في الناس فإذا كان عقود شارك يعني يعني أعرض سريع ثلاث دائعين عندك مغربية أو أجهلك أسئلة هل عندكم عنف في الشوارع هل الناس يتجسسون على بعضهم طيب قوليني هذا كله كذب 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 والله الحمد لله الناس لي يعيشون الآن في مغرب وهم الآن يسمعون يعني الحمد لله والله نعيش سعادة بالأخص في الأجواء ديالتشار رمضان مبارك الحمد لله في مساعدة الفقراء في مساعدة والله إلى الخير موجود في بلادنا الحمد لله وحبطة أريد أن أضيفها لأنني مؤخرا كان عندي أنا وزدوجت كما أننا الآن سوف يعني الحمد لله المأرض في الحلو نريد أن نفلحها فالحمد لله كنا ذهبنا يعني كنا نتصل مع إخوان يعني دخلوا من بلاد الغرب لذلك أحبثنا أتصل دخلوا من بلاد الغرب جاءوا لي يزرعوا هذه الأنواع الفواكه الجافة في بلادنا في المغرب والخضر الحمد لله والله الخيرات في بلادنا وكذلك صار لنا مشكل لأنني أريد أن أكلم وأتكلم على الإدارة أنا كنا نريد أن نبني شيء فإذا كان جاء هذا الخليفة اللي في المقاطعة جاء ابن السوجة عند هذو البنائي قال لهم لا يجهز لكم ما عندكم ش حق باش تبنيو أنا وزوجل لم أكن في المكان فاتصلوا بنا فقال لنا الخليفة يعني وقفنوا كذا كذا فأخذنا الموعد فهدبنا إلى المقاطعة الناس في المغرب يعرفون أنها مقاطعة سبحان الله في هذا يعني ترلنا أشهروا هاد الشيء فدعم تانوا الزوجي كالزوجي حيبوا لي تتكلم باللغة العربية نتكلم على هذا الخليفة والله يعني رحب بنا ودخلنا المكتب من الخليفة الخليفة ذا اللي هو المدير يعني شيء مدير كده أو لا يعني أكثر من المدير يعني المغرب رحي هو يعني هو المكلف يعني ليس بالمقدام ليس يعني يعني كما يقولون فدهت فدهت أنا زوجي فقال اللي تحته يعني اللي تحته اللي الرتبة قال لي لماذا أنت هنا قلت له أنا صاحب كده كده قال لي نتعارفين البداي لم يذكر لهم جيدا مع الخليفة قال الخليفة وصلت الفكرة الفكرة أن ما دم تعامل نس بطيب وطيبوبة ومعاملة طيبة يعملونك طيبة لازم أسأل لي حضرتك سأسئلة محددة الناس عندكم في الشارع يضربوا بعض والجيران يضربوا بعض ويسيبوا بعض وكذا لا لا أحنا الأجواء الحمد لله الآن الآن أولي لي إجابة إجابة واضحة نعم أم لا 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 أقول لك لا لا في ناس ثواني خليك معايا ضرب الأطفال ده اللي هو المشتهر عندكم يعني غالبية الشعب يضرب الأطفال لا 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 خليك بس معايا المدرسين عندكم في المدارس الغالبية بيضربوا الأطفال مسألة عامة ضرب الأطفال المشتهر عندكم في المغرب لا لا يوجدها أسألك أسألك سؤال آخر يعني هو الرجل يصور للشعب المغربي على أنهم شياطين وأن الأمريكان دون ناس ملائكة هل فعلا أنتم عندكم عندكم هذا الأمر منتشر أن الناس فعلا يتلصصون على بعضهم ويقولوا هذا إيش اللي عندك في القفة وإيش كذا وتلفونك وإنت كذا وليش هذا الكلام عقلك كوني كنت أنا أعيش في فرنسا في فرنسا في الغرب يوجد هذا الجيران ينظرون إلى ما يوجد في القفة ينظرون إلى ما يوجد إذا أشتريت صيار يتصلون بأصحاب الضرائب وتقدر أصحاب الضرائب ويضخون يجسسون نعم في المغرب في المغرب يقولون ما شاء الله تبارك الرحمة شفت الفرق فيه باقياتي كبيرة الحمد لله طيب عمو من حبينا نأخذ شهادتك جزاك الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه بارك في أهل المغرب وإن شاء الله تفضل عامرة بأهلها وإن شاء الله هذا الفائد يفضح ويكشف إن شاء الله فضح الحمد لله نقول فقط للمغربة لا تخافوا بالأخط يعيشون في الغربة لا تخافوا سواء المغربة ولا الأعزمين الحمد لله ولله الحمد فيه رحمة فيه رحمة وفيه مسلمين الحمد لله جزاكم الله خيرا شكرا لك أخت الكريمة بارك الله فيكم بارك الله سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نكمل الفائد نكمل ثلاث ساعات يا جماعة عشان نختم هذه الجلسة الطويلة أطفاله ما اسمه زوجتك وكم سنوك إحنا غير يوقع في حداك فين خدام شحال في عمرك شحال كتشد في الشر مراتك اسمها شحال عندك من طيفل بالله عليكم فيه يا أهل المغرب والله أفضل أسألكم أنت عندكم في المغرب تبقى ماشي مع زوجتك واحد يوقفك ويقولك إيش اسم زوجتك ولا ده كذب وحشو من عنده لأن هذا عب كبير طبعا أنا لا أقبل هذا يعني من الجرأة أن الناس في المغرب يوقفوا الرجال ويقولوا إيش اسم زوجتك وكذا ويتدخل في أموره بهذا الشكل والله هذا مجتمع خرب هذا مجتمع ضايع تاية مجتمع فعلا فعلا لو كلامه صح هذا مجتمع رايح في ستين دهية لو كان كلامه صح وأما لو كان كاذبا وهذا الذي أتوقعه فهذا الرجل هو يعمل عمل المنافقين عمل المنافقين الآن كاري والشري الدار عندك شط موبيل مامك بقى حيا أبوك مات خالك وش مزوج في أسئلة ممكن طبيعية ممكن أبوك وأمك حيا أقول لأمور هذه نتبط التطمن على بعض بس برضو إزاي أنا وقف واحد معرفوش وأقول له أبوك وأمك حيا ولا ميتين ولا كذا ما فيش الكلام ده فائد فيش الكلام ده صدقني يعني هذا الكلام لا يمكن أن يحصل ولا في الغرب ولا في الشرق لا في الدول العربية ولا في الدول الغربية أخوانا رلاء إلى الله رلاء إلى الله رغم أن إعلامنا مملوء بالشيوخ أيوة هو هنا بقى الحتة بقى المحك الشيوخ هو عاوز يطعم في الشيوخ عاوز هو أول حاجة شوهلك صورة المغرب جعل المغرب دولة فاشلة دولة فيها الناس يتلصصون على بعضهم ويتجسسون على بعضهم ويمارسون العنف مع بعضهم ويتدخلون في شؤون بعضهم وكل شيء كل الأخلاق السيئة موجودة في المغرب وفي بلاد الإسلامية والآن سيقول لكم من الذي تسبب في ذلك اسمعوا ولي حاوز تأطير الديني ونحن أمة والرسل صلى الله عليه وسلم قال لنا السلاة والسلام النتيجة صفر أيوة النتيجة صفر والمجتمع خربان النتيجة صفر والمجتمع خربان إذن يا جماعة النتائج النتيجة صفر ما قدروش يأطر الأمة هات الشيوخ وإنت لها تأطرهم يعني يا محمد الفايد ربما هم اللي خربوها وكمان هم اللي خربوها يعني هو الآن خلى الأمة خربانة وكمان هم ما قدروش يأطروها ركزوا وليس للممثلين ولا الفنانين ولا الأفلام الدرامية ولا المسلسلات اللي فيها زنا وفيها خنى وفيها أخلاق ذميمة لا الشيوخ اللي يطلعوا يقولوا قال الله قال الرسول وعلى فكرة عندهم مساحة قليلة من قال لك أنه هم وغدين القنوات يعني يعني درس واحد للشيخ السعيد الكملي في في الأسبوع ولا في الشهر يا رجل الشيوخ الآن عاجزين من هازمين لم يقدروا على تأطير الأمة وأنت أكبر من هازم أنت أكبر منبطح ومن هازم للغرب والله ما رأيت أكثر انبطاحا منك أنت منبطح لدرجة أنك تجعل الغربي إنسان ونحن حيوانات تجعل أبناء أمتك أولاد عم الإنسان يقصد بهم الحيوان القرود وتجعل الغربي هو الإنسان الحق لسه من شوية قالها تأطير الأوروبي والأمريكي في المدرسة الابتدائية كان أحسن من الشيوخ يا راجل الأوروبي والأمريكي في المدرسة الابتدائية أحسن من الشيوخ يا راجل اتقل لا بيعلمهم الشذوذ والجنس وتمرد على الآباء هو ذا التأطير اللي أنت بتتكلم عنه يصدعوا لنا مخنب هذا الكلام هذا الخطر الديني مدرسة الابتدائية هي لأطرة المواطن في أوروبا وأمريكا وماذا كانت النتيجة كانت النتيجة هي ملايين الأفلام للصور الإباحية للأطفال وهي أيضا 330 ألف طفل اغتصاب وكذلك تحرش جنسي بنسبة 100% وكذلك اغتصاب كل سبع دقائق في فرنسا وهنا في دولة بريطانيا انتشار اغتصاب الناس اللي هم النساء اللي هم أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة ارتفاع الاغتصاب وهم الشيوخ هم السبب في انه ذئب بشري بريطاني يغتصب عشرات الأموات في بريطانيا والله ما حصلت عندنا لو حصلت عندنا لكان فضحنا الفايد هم دول الشيوخ هم السبب في هذه المصيبة والكوارث التي أصابت الدول الغربية ولا هذا التأثير اللي هو الاتدائي هذا اللي انت تتكلم عنه أي تأثير يا رجل يا رجل اذا كان في ملحد فرنسي يا رجل امرأة 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 اتكلمنا عنها هذه المرأة رايحة تتعالج في المستشفى طردوها على الباب والشرطة وانت تحولت من مريضة الى مقتولة هذه المرأة الامريكية القصة الموجودة عندي على القناة مش عاوز الفيديو قديم هذه الرحمة الموجودة عندهم هذه هي موضوع ملابس الأطفال ملابس الأطفال ملابس الأطفال اصبحت ملابس الذكور اصبحت للاناث والاناث اصبحت ذكر تريد ان ترى تأثير هذا هو التأثير في أمريكا هذا أستاذ في أمريكا يا محمد الفايد يعلم الأطفال كيفية استعمال جردا للتغوط فيه في حال وقوع القتل الجماعي اللي بيحصل اسبوعيا في أمريكا هو هذا التأثير اطلاق النار اللي بيحصل يوميا في أمريكا 611 حادثة اطلاق نار في الولايات المتحدة الأمريكية ماس شوتينج بتعرف لغة انجليزية في سنة 2022 611 عملية قتل جماعي تخيل بقى العمليات الفردية قد ايه هذا هو الأمريكي اللي انت بتتكلم عنه مدرسة البسيدائية احنا عدنا مدرسة البسيدائية اطفال الان كي كذبوه مدرسة البسيدائية اطفال كي كذبوه واكبر كذبين الاطفال في الغرب انتوا اطفالكم في الدول العربية كلهم بيكذبوا في اطفال بيكذبوا انا لا امفي وبعدين الطفل هذا حسب التربية رجل عرفتوا بي ان دول ما عنداش امتحانات في المدرسة الاتدائية اوه هيبدأ بقى يحسسك انه مشكلة الامة الاسلامية الان انها عندها امتحانات للاطفال في المدرسة الاتدائية طول عمرنا بنمتحن وبنطلع وبنطلع عادي جل المشكلة يعني وفي واحد يطفوق وفي واحد كذا البلاد خلاص راحت في ستندهية والله اللي يسمع هذا الكلام لو اني سائح انوي الهجرة او السفر الى المغرب مستحيل اسافر الى المغرب يا عباد الله هذه البلاد ما الهوال ما الهوال ما الهوال ايش هذا ايش هذا يعني هل هذا هل هذه هي المغرب اللي احنا كن الى ليل ونهار اقول الناس روحوا المغرب يعني هذا رجل مرجف المدرسة الاتدائية اطفال أعرفتو بئ ان دول ما عندناش امتحانات في المدرسة الاتدائية بلدان حيوانات انتم يا اتباع المفيد الفيد بيقولكم انتم حيوانات الحمد لله حاشة الاحرار اللي يرفض كلام هذا الشخص يقول لكم انتم حيوانات انتم بنوا عم الانسان انتو ما حصلتو انسان. كم بلدان الان المدرسة الابتدائية لهدو الاطفال الصغار ما عندهمش امتحان. خلاص احنا اختزلنا مشكلة الامة في انه فيه امتحان ولا ما فيش امتحان? مين اللي يقدر يغير النظام التحليمي? خلصنا بقى وفكنا من القرف اللي انت بتعمله ده. مين? قولنا مين المسؤول ومتسبب عن هذا الكلام? بدل زفت اللي بتطلعه من بقىك ده. بشام رحة وحشة من بقىك كأنك واكل متغود في بقىك. قرف. لكي لا يتعقدوا من بعضهم. لان الطفل حساس وصغير منك يشوف هذا عنده نقطة تسعة على عشرة وهو عنده سبعة على عشرة سيتعقد. طول عمرنا انا تخرجنا من المدارس وده واخد درجة وده واخد درجة. انت اللي انتو امثالك انت اللي عملين العقدة هذه. انت عاوزنا نقلد الغرب في كل شيء. ما الغرب لحد فترة قريبة كان فيه درجات. نمشي في ركاب الغرب. الرجل يريد ان نمشي في ركاب. ايش? مين السبب? مين اللي عمل الكلام ده? لماذا لا تغيره? لماذا لا تطالب الحاكم تقول له اتق الله وغير المناهج الدراسية وخلوا العالمة امتحنوش. خليهم يناموا في الفصول. بكرة تشوف نتائج هذا الجيل الجديد في امريكا وفي الغرب. كله جيل متعاطم وخدرات وشاذ وكذا وكذا. كل التنبؤات والتحركات والتوقعات تقول ان الغرب سوف ينهار بسبب الجيل القادم. جيل تافه ليس له اي هدف في الحياة غير المتعة واللذة. الجنس المخدرات الشذوذ فقط. هذا ما يعلمونه الان في المدارس الابتدائية التي تثني عليها. ولان هذا اللي عنده عشرة على عشرة هذا سيضحك على الطفل اللي عنده ستعلى عشرة ولان المصائب العقدة كلها جات من المدرسة الابتدائية. العقدة اللي عندنا كلها جات من المدرسة الابتدائية. احنا دخلنا مدارسة ابتدائية يا محمد الفايد. كنا اسوياء. انت اللي ما عندك. انت ممكن تكون عندك عقدة نفسية. ما ما عرف. يتعقد الطفل في المدرسة الابتدائية يجب ان تنتهي الامتحانات في المدرسة الابتدائية. يجب الشعب يريد انهاء الامتحانات. انزلوا الشوارع يا عرب يا اهل المغرب. انزلوا الشوارع. الشعب يريد انهاء الامتحانات في المدارسة الابتدائية. بلدنا اتدمرت وراحت في ستين ده. يا عباد الله يا عباد الله. يا عباد الله ما ما فيش ما في شواله في هذه البلاد. ما في شواله في هذه البلاد. البلاد راحت دمرت العيالي. العيالي انتحنوا في المدرسة. واحد جيب عشر درجات واحد جيب سبعة تعقدوا نفسيا حرام عليكم يا مسلمين. هذا هو خطابه. هذا الناس اللي بيكرون هنا بسخر منه. هذا هو خطابه. هذا خطابه خطاب تافه. خطاب واحد والله مرجف. وهذه تفاهات. هو ما ركز الى الان لم يتكلم في لب الموضوع في الامة. وين هذا 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 مشكلة الامة في امتحانات الاطفال. وفي قضية قضايا حقوق الانسان. مشكلة بلدنا. والتخلف والمشاكل. في قضايا الطفل. وقضية الامتحانات الاطفال. وقضية اشياء تافهة. ان تنتهي الامتحانات من المدرسة الاتدائية. نعم فلتنتهي الامتحانات من المدرسة الاتدائية. يتركوا الاطفال في حالهم ركي عقدوهم. ولا على الاقل لما يختبر الطفل ما يعطيهوش النقطة. ولا على الاقل لما يختبر الطفل ما يعطووش النقطة. تبقى سر في الإدارة بينهم بينهم الأباء ما تعطوش الأطفال النقاط خلي بالكم الآن ستصلح الأمة كل الناس تردد ورانا ما تعطوش الأطفال النقاط طفل عاطة يمنى دفتر الاختيبارات باش يديه الأبوه يوقع والطفل كي يشوف النقاط ركزوا جماعة هذا بداية الطريق لتقدم الأمة الإسلامية عطوه فيزا لأمريكا جماعة والله الإخوة اللي في أمريكا المنبطحين الجماعة اللهم بيحبوا أمريكا ليش ما تبستوردوا محمد الفائد قصما بالله يعمل شغل عالي جدا الرجل منبطح بقوة يا جماعة وبيقول كلام وفي أتباع لي بالملايين ليش ما تعطوه فيزا ليش ما تخضوه على أمريكا يوريهم الأبحاث تعرف محمد الفائد ليش ما يسافر أوروبا ليش ما يسيب المغرب بيروح أوروبا ولا أمريكا لأنه هناك هتفضح محمد الفائد لو دخل بس في إنترفيو مع أي مؤسسة متخصصة واختبروه والله بيصير فضيحة بيصير بطاطس يقولون له أنت عندك سلصة بطاطس يلا روح يلا على بلدك يلا روح يلا لذلك هو يمارس هذا المرض بتاعه من بيته في اليوتيوب لو هو عنده شيء يقدمه للأمة وللعالم في المغرب منعينك عزلوك روح على فرنسا فرنسا والله تستقبل على فكرة لو أنت عندك شيء بيستقبلوك ما أنفي هذا في ألمانيا هيخذوك في كندا هيخذوك في أستراليا لو عندك شيء يفيد البشرية ويفيد الأمة لكن هو جالس يعايز يمسك الصياط ويجلد في الأمة جلد اجلد اجلد ويفضل يتكلم بفوقية ويفضل يتكبر على الناس ويتحك عن الناس وفي ناس بتصدقه وفي ناس بتصدقه ماه لا إله لا 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 والله والله يمضحك الأمر يعني والله عندنا ندراء وعندنا استراتيجية وعندنا فين يا عم قاعد بقالي 28 دقيقة بالله عليكم يا جماعة قال كلمة واحدة في الاستراتيجية بالله عليكم إلى الآن قال أي شيء ومن كلك من يسمع صيحة في واد لا إله الله صفي والله تعليم فيه جهل صحة فيه جهل زراعة فيه جهل ثم ماذا نعمل في الأخير صناعة فيه جهل ماذا نعمل طيب دي مهمة مين أيوة كده تكلم لي بقى في السليم أنا كده أحبك الصحة فيها مشكلة التعليم فيه مشكلة والزراعة فيه مشكلة هذه مهمات الشعب ولا الحكومة والحاكم مهمات الحاكم ولا المحكوم أسأل هذا السؤال للناس بالراحة كده يا جماعة الخير الصحة والاقتصاد والزراعة والتجارة والنجارة وهذه الأمور والتعليم مهمة الشعب ولا الحاكم مين اللي بيصدر القرارات في هذه المؤسسات الشعب لا مش الشعب الحاكم الحكومة يا زلمة وجه كلامك للحكومة مش تجلد الأمة كلها وتتهم الشعوب بأخلاقها سيئة كل هذا بيعملوا عشان يجتمل المسلمين بس ماذا نعمل ماذا نعمل عباد الله مع ذلك عدنا خبراء وعدنا باحثين وعدنا باحثين أكاديميا ولكن لا أحد يتنبه لهذه الأشياء لا مش لا يتنبه هو لا يريد قل الكلمة الصحيحة هو لا يتنبه هو لا يريد بدليل أنهم رموك في البيت أنت بتقول أنت بتزعم أن أنت راجل متخصص لماذا ألقوك في الزبالة والله يرد على هذا السؤال لماذا تم رميك في الزبالة وكبوك لو أنت شخصي عن تستفيد منه الدولة العيب في الدولة مش فيش فيك أنت رجل صالح أنا هاتفق مع الناس أنت رجل صالح أخلاقك حسنة منتج صاحب فكر صاحب اختراعات صاحب أبحاث وكل أمورك تمام لماذا لا تستفيد الدولة منك العيب فيك ولا في الدولة لو العيب في الدولة لو العيب في الدولة يبقى أنت والله يبقى أنت المفروض تتكلم عن الدولة ولو العيب فيك ما تطلع تشتكي ليش تشتكي الآن أنت لماذا تشتكي من الشعوب وهذه الأشياء لماذا الذين درسوا علم النفس لم يتنبهوا لهذه المصيبة هذه أن الأطفال الصغر عندهم امتحانات يا دنيل على الامتحانات رقعنا ثاني للامتحانات يا جماعة أن الطفل يمتحن عنده خمس سنوات يمتحن يا مصيبة سودة على فكرة فيه خمس سنوات يمتحن غير صحيح الامتحانات تبدأ في الابتدائية في صف أول ابتدائي وبيكون فيها تساهل يعني في الصف الأول والثاني والثالث لحد الصف الخامس لكن في الخمس سن خمس سنوات ولا ست سنوات ولا أربع سنوات ما أعتقد هذه مرحلة الروضة أو يعني التمهيد للدراسة دول ناجحة الآن هي ما عنداش اختبارات كندا الآن ما عنداش ما تتحدش أطفال في امتحان تتخلي من قلوب تعلمهم الشذوذ الجنسي تعرف في كندا رئيس الوزراء الكندي فين الخبر والله ما بعرف رئيس الوزراء الكندي أصدر قرار يعني حماية الشواذ عندهم الشذوذ الجنسي ويدرسونهم الشذوذ الجنسي ولكن كنتسجل بشوف اللي في متحرميات من الابتدائية من اللي يتخرج يقول أنت ما بتخدمش مع الدولة لماذا؟ لأنك كنت تقول من اللي كنتي صغير كملام حلو جدا يا جماعة والله أنا عندي رأي مهم جدا ليش ما نعمل ثورة لتغيير امتحانات الابتدائية نشيل امتحانات الابتدائية عشان نلحق بقى نلحق الركب العالمي والله كلام حلو يا أخوانا يا أخواتنا في المغرب وأهلنا في المغرب لماذا لا يكون هناك امتحانات نشيل هذه الامتحانات إيش اللي مسكتكم لحد الآن لماذا تصمتون على هذه الكارثة مصيبة سودة ضمرتوا الأطفال والأجيال القادمة طبعا أنا بتقمص الدور إحنا ما عندنا لا سيرة تلميذ تلميذ ما عندناش سيرة تلميذ لنحن عندنا مدارس حرة الآن أغلى من أوروبا في المغرب إيه طيب والغلط على مين اللي بيودة أطفاله إلى هذه المدارس ولا للمدارس الحرة هذه مدارس حرة غلا من المغرب طيب خلي الناس تودي للمدارس الحكومية أو المدارس الإسلامية يوجد أباء فلوس كتار من أوروبا كتار من باريس وكتار من فرانكفورت إيه صح 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 هذا الكلام والأب والأم اللي بيودوا أطفالهم إلى مدارس فرنسية هؤلاء هم يتحملون وزر هذا خصوصا أن هذه المدارس تنشر الأجندة الغربية يعني ترى يا جماعة المدارس الفرنسية تنشر الأجندة الغربية عندكم كل شيء حتى يعلموا الأطفال اكتشفوا مدرسة كانت تعلم الأطفال عن الشذوذ في المغرب والله اكتشفوها نعم عزلوها ورموها بس هذا الكلام الوزر والذنب على الأب والأم من إيش اللي خليك تودأ أولا لك مدارس كاثوليكية ولا مدارس فرنسية ولا مدارس ألمانية والله أنت تشيل هذا الغم عندك مدارس عمومية ومدارس خاصة أخرى إسلامية وكذا لكن اللي كنت جيد تشوف تحصيل عند التلميذ لا أخلاق لا قرية والناس يفتخرون أنا ولدي في مدرسة كذا طيب ما هذه المدارس تدار بعقلية غربية محمد الفائد ليست مدارس إسلامية وأشوف أشقره بعدها واخليه في الضرف هاد المصيبة هاديرة لقينا ما هادر لا 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 تأطير بدأت كيف ده من مدرسة طيب أنا زهيت يا جماعة أنتو لسه ما زهيتوش لا أنا كده خلاص سامحوني والله والله يا جماعة فاضل فاضل كام فاضل حوالي عشرين دقيقة مش هقدر لأن عشرين دقيقة كمان هياخدو كمان ساعة وأنا كده خلاص شططت أعتقد أننا بينتليكم منهج هذا الشخص وهذه المرة لم أقططع ولا كلمة واحدة من كلامه كلامه كلمة بكلمة وحرف بحرف وهذا أبلغ دليل على أنصار الفائد اللي طلبوا الشيوخ والدعاء أنهم يشغلوا الفيديو كامل طرح يا جماعة عشان أرد عليه لازم أخذ الساعة تأخذ خمس ساعات العشر دقايق بيأخذوا ساعة على الأقل طب نعمل إيه؟ فلازم الواحد يقطع هذه الفيديوهات ويرد عليها فيديو فيديو يجيب النقطة ويرد عليها وما تجيش تقول لي والله الفيديو ويش الإصار وكذا سمعتكم الفائد والله أطحوك مسخرة رجل مسخرة رجل يشوه صورة المغرب يشوه صورة المسلمين يعظم الكفار ويقدمهم على أنهم ملائكة يقدم المسلمين على أنهم حيوانات أنتم يا مسلمين أشباه بشر أنتم أولاد عم البشر اللي يقصد بهذا الأمر هم القرود والحيوانات يعني ترى يا رجل الدنمارك لما حب يستسازقوا من المنتخب المغربي عملوا صورة قرود لأمهات لعيبة المغرب أنت الآن تهين الشعوب العربية والإسلامية كلها بما فيها الشعب المغربي اتق الله يا محمد الفايد والله اتق الله وأقول الذين يتابعون محمد الفايد اتقوا الله ترى هذا الرجل والله يظل لكم ويديكم على جهنم هذا الرجل مرجف هذا الرجل ينشر الرعب والذعر في المسلمين ويجعل الكفار هؤلاء كأنهم ملائكة يمشون على الأرض وفي الآخر يتناقض يقول لك يتآمرون علينا ما بعرف هم ملائكة وأنهم متآمرين ويرودون فرض هذه القوانين قل لك عايزين نتخلص من الوساخات الوساخات اللي القوانين البقايا القوانين الإسلامية قوانين المرأة والأسرة والأمور هذه احنا ما عندنا تطبيق شريع يعني هذا هو الفايد باختصار في هذه الحلقة وانا كشفت لكم بكل وضوح هذا الرجل يعمل لحساب أعداء الأمة شاء من شاء وأبى من أبى سموه زي ما انتوا عاوزين يطعن في الصحابة يطعن في البخاري ينكر ثوابت في القرآن ينكر ثوابت في السنة يطعن في علماء الأمة يطعن في الإمام ابن كثير يطعن في الإمام الأربعة يطعن في شيخ الإسلام من تيمية يطعن في المسلمين يشوي صورة الأمة ينشر الضعر والإرجاف يحسس المسلمين أنهم بدون الغرب هيموتوا من الجوع ومن الأمراض ويلقى التهم على الشعوب ويقول لك المشكلة مش في الحكومات ترى المشكلة إحنا فينا إحنا إحنا يعحتاج تأطير ولما نيجي على التأطير يقول لك الشيوخ ما كذا مين اللي بيأطر الناس إذا ما كان فيه شيوخ بيأطرهم الفنانين هم اللي بيأطروهم الآن الآن الشعوب هذه نتاج الشيوخ ما الشيوخ ما على الهامش عندهم هامش قصير جدا صغير جدا ترى اللي بيأطر الناس الآن التيك توك والفيسبوك واليوتيوب وكذا وكذا والتافهين والإعلام الرسمي وهذه الأشياء الشيوخ ليهم جانب حصة في الأسبوع حصة حصتين في الأسبوع وبعد الحصة يشغل لك دق أصني يا معلم وشكرا اتق الله يا محمد الفايد انت ما تفعله الآن هو إرجاف هو تشويه للمسلمين وحسبنا الله نعم الوكيل والله يا جماعة أنا عندي كلام كثير لكن طال الفيديو أسامحوني على الإطالة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المجاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة